ما يقارب 30% من مواقع تجارة الإلكترونية تستخدم تقنية Dropshipping. فسوق Dropshipping العالمي يقدر بحوالي 243 مليار دولار سنة 2023. لقد نمى بحوالي 23%. ومن المتوقع أن يصل إلى 74 مليار دولار سنة 2026. وبالتالي فهو اختيار مثالي. مرحباً أصدقائي. اسمي ديرل ويلسون وسأريك اليوم في هذا الفيديو كيف تنشئ موقع Dropshipping من الصفر. خطوة بخطوة لكن دعني أشرح لك أولاً ما هو Dropshipping. إنه طريقة للبيع بتجزئة أو موقع تجارة إلكترونية لا يملك المنتجات التي يبيعها. فعندما يشتري العميل المنتج بطريقة Dropshipping فهو يشتريها من وسيط ويتم شحنها إليه من المتجر الأصلي مباشرة. فليس البائع من يقوم بالشحن. إذن Dropshipping جيد لرجال الأعمال. ويتيح لك ولوج مجال التجارة الإلكترونية بدون استثمار رأس مال كبير. وفي هذا الفيديو سنستعمل منصة Dropshipping جديدة لإنشاء موقعنا. وتدعى Sell the Trend. وهي تستعمل الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على إيجاد المنتجات الأكثر مبيعاً. والتي يتوقع ارتفاع الطلب عليها. فهذه المنصة تتيح لك معرفة المنتجات المتدولة والسعمال الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى الوصف. والرائع هو أنه بمقدورك معاينة مواقع Dropshipping أخرى ومنتجاتها حتى المنتجات الأكثر مبيعاً لديهم. وحتى تعرف المنتجات الرابحة. أيضاً يمكنك معاينة الحمالات التسويقية لمواقع Dropshipping أخرى لمساعدتك على فهم طبيعة المنافسة في مجالك. وإطلاق إعلان تسويقي المناسب. إذن هذه المنصة غيرت اللعبة في Dropshipping. وسأريك في هذا الفيديو كيف تستعملها خطوة بخطوة. مجدداً، Dropshipping رائع لرجال الأعمال. في الحقيقة، إذا قررت بدأ موقع تجارة إلكترونية أو حتى إنشاء منتجك الخاص، فمن الأفضل أن تبدأ موقع Dropshipping أولاً. لأنه سيعلمك أساسيات تجارة إلكترونية. وسيوريك كيف تدير مجراً إلكترونياً دون مخاطرة. إليك بعض فوائد إنشاء وإدارة موقع Dropshipping. التكلفة المنخفضة للبدء. بما أنك لا يجب أن تشري مخزوناً، فتكلفة الاستمرار في Dropshipping أقل من المشاريع التقليدية للبيع بتجزئة. كما أنك لا تحتاج إلى مخزون على أرض الواقع. وهو ما يعفيك من القلق بخصوص مساحة التخزين وإدارتها. وكذلك من مخاطرة عدم بيع المخزون. أيضاً الكثير من المتجات للاختيار. يمكنك توفير تشكيلة واسعة من المنتجات لعملائك، بما أنك لا تحتاج إلى شراء الأشياء قبل بيعها. أيضاً استخدام هويتك البصرية. وبمجرد أن تبدأ في بيع منتجات Dropshipping، يمكنك الانتقال إلى بيع منتجاتك في المتجر. شخصياً أتمنى لو بدأت بدروبشيبين في موقعي للقهوة كوبيكوفي.com. فقد سثمرنا 15 ألف دولار في القهوة. وتوجب علينا شراء مساحة للتخزين. والتسجيل في إدارة الأغذية والعقاقير. أعتقد أن المشروع كلفني 20 ألف دولار. وكانت المبيعات ضعيفة في البداية. إذن الدروبشيبين مفيد جداً في هذه الحالة. والطلب عليه كبير جداً. وسأريك في هذا الفيديو كيف تبدأ مشروع دروبشيبين من الصفر خطوة بخطوة. عموماً سنبني الموقع في أربع خطوات. في الخطوة الأولى سننشئ الموقع. وسأريك كيف تحصل على نطاق والصدافة. وكيف تستورد موقعاً بدئياً لتشغيل متجر الدروبشيبين بشكل سريع. في القسم الثاني منصة الدروبشيبين. سأريك منصة الدروبشيبين تدعى Sell the Trend. وهي منصة جديدة تتوفر على إمكانية رائعة. لمقدورك معرفة المنتجات الشعبية على تيك توك. معاينة متاجر منافسيك لترى ما يبيعونه. وحتى الحصول على نسخة مطابقة لحمالتهم الإعلانية. إذن هذا عصر جديد لدروبشيبين. وستحصل على جميع المعلومات التي تحتاج للنجاح في عملك. في القسم الثالث، الرفع من جودة الموقع. سنتأكد من أنه يتوفر على لافتات العروض، النوافذ المنبثقة، ومرتبط بجوجل. وسأريك كيف تستورد القوالب الرائعة الموجودة في موقعي. كما سأريك بعض المصادر المفيدة لمواقع دروبشيبين. في القسم الرابع، التسويق. والتسويق هو ثاني أهم جانب لأي موقع تجارة إلكترونية. فربما لن تنجح بدون خطة تسويق نجحة. عموماً لقد أنفقت آلاف الدولارات في مجر لدروبشيبين على منصات كبينترست، جوجل، تويتر، فيسبوك إلى آخره. وسأريك أيها كان أفضل. أيضاً لدينا سلايت متاحة لتحميل، ويمكنك الرجوع إليها باستمرار لمساعدتك في حملتك الإعلانية. مستعد؟ إذن دعنا ننشئ موقع دروبشيبين بسعمال الوربريس. والآن هناك رابط في صندوق الوصف سيأخذك إلى صفحة لشراء استضافة سريعة. هذا هو siteground.com إنه أحد المزودين الذين يوفرون استضافة سريعة ومناسبة. لكن كيف أعرف ذلك؟ وكيف تتأكد أنني لا أكذب عليك؟ عموماً لقد جربت جميع شركات الإستضافة التي أنصح بها في هذه القناة. كما ترى لقد حصلت على صفر في الداون تايم مع siteground في آخر 30 يوماً. فجميع المواقع التي تستخدم siteground تحمل خلال ثانية تقريباً. إذن ستحصل على استضافة سريعة ومناسبة مع siteground.com. والآن هذه هي صفحتهم الرئيسية. لكن الرابط الذي استعملت قد يأخذك إلى هذه الصفحة. وهي صفحة الحالية على siteground.com. للإشارة فقط إذا استعملت رابطي ستحصل على نطاق مجاني. كم هذا رأى؟ أيضاً ستحصل على خصم 86% على الاستضافة. على أين لدينا هنا ثلاث خطط مختلفة؟ Startup, GrowBig و GoGeek. عادةً أنصح بالGrowBig. والاختلاف الرئيسي في هذه الخطة هو أنك قادر على استضافة عدد لمحدود من المواقع. بينما Startup تستضيف موقعاً واحداً. أما GoGeek فحجمها كبير جداً. وتناسب شخصاً مثلي يتلقى موقعه مئات آلاف الزيارات. لكن بالنسبة إلى من يبدأ للتاو، فGrowBig تكفي. على أين دعنا ننقر على GetPlan. والآن يجب عليك تسجيل نطاقك هنا. فهذا هو اسم موقعك. ويمكن أن تضع أي شيء. فقط فكر قليلاً. عموماً سأضع شيئاً بسيطاً. مثلاً Daryl's Chat Tutorial.com ودعنا نرى ما إذا كان متاحاً. انتظر. آسف، يجب أن نضع فقط Daryl's Chat Tutorial. ها نحن ذا. بعد هذا ستمتقل إلى صفحة Review and Complete. فهنا ستنشئ حساباً. يجب أن تضع البريد الإلكتروني، كلمة المرور، الإسم والنسب إلى آخره. أيضاً يجب أن تدخل بيانات الدافع، كالبطاقة الإئتمانية، ورقم الضمان الاجتماعي. أمزح فقط، فهم لا يطلبون رقم الضمان الاجتماعي، إنها مجرد مزحة. بعد هذا لدينا بيانات الشراء. بالنسبة إلى المدة، أنصحك بـ 12 شهراً أو 24، لأنك عندما تستعمل رابطي، تحصر على أكبر خصم ممكن وعلى نطاق مجاني. وبالتالي ستوفر المزيد من المال كلما طالت المدة. والآن لدينا خدمات إضافية، وهنا أنصحك بتحديد أحد هذه الخيارات. أنصحك بالتأشير على Domain Privacy. وهذا الخيار سيحمي بياناتك من الشركات التي تريد أن تبعث إليك رسائل مزعجة. فإذا لم تؤشر عليه، قد تتلقى رسائل حول الفياغرا، بقات السيو إلى آخره. لكن إذا أضفت خيار حماية خصوصية نطاق، ستتم حماية بياناتك من هذه الشركات. على أين انزل إلى الأسفل، ثم أشر على I Confirm. وإذا أردت الاشتراك في نشرتهم، أشر على الخيار الثاني. وبمجرد الانتهاء، انقر على Pay Now. عموماً سأقوم بملء جميع هذه البيانات، ثم ألتقيك في صفحة الموالية. رأى، مدى الانتهاء من عمليتي التسجيل والدافع، سيخبرونك بأنه قد تم إنشاء موقعك بنجاح. وهنا دعنا ننقر على Proceed to Customer Area. جيد، لقد انتقلت إلى صفحة الدخول. وهنا سأدخل بيانات الاعتمادية، ثم أنقر على Login. والآن هذه هي رسالة الترحيب من SiteGround. وأول شيء يجب أن تفعله قبل إعداد موقعك، هو تأكيد بريدك الإلكتروني ونطاقك. لأنك إذا لم تقم بتأكيد خلال أسبوعين، سيتم تعليق نطاقك. لذلك توجه إلى بريدك الذي تسجلت به، وستجد رسالة كهاته، وهي تطلب منك تأكيد النطاق. كل ما عليك هو النقر على هذا الرابط، وسيتم تأكيد نطاقك. إذن هذا هو النطاق الذي أستخدم، فدعنا ننزل إلى الأسفل، ثم ننقر على Verify Information. ولتوضيح، هم يطلبون هذا الأمر لأنه جزء من قواعد الآيكان، فهم يريدون معرفة من يملك هذا النطاق. فإذا أردت بيعه لاحقاً أو الحصول على سند ملكيته، ستكون لديهم معرفة بالمهلك. على أي أن دعنا نعود إلى حسابنا على SiteGround.com. وأول ما سنفعله هو إعداد موقعنا، إذن أنقر على Setup Site. وهنا لدينا نطاق موجود. فنحن سنحدد النطاق الذي اشترينا سابقاً. ها هو ذا. فدعنا ننقر على Continue. بعد هذا أنقر على Select في Start New Website في اليسار، لنبدأ موقعاً جديداً، ثم انزل إلى الأسفل وحدد WordPress. هيا أنقر على Select. والآن يجب أن ننشئ البيانات الاعتمادية للدخول، والتي ستستعملها للدخول إلى الـ WordPress لبناء موقعك وتعديله. أموماً هنا ستضع البريد الإلكتروني، وكذلك كلمة المرور، وتأكد من تدوينهما. لأنك إذا نسيت كلمة المرور ولم تكن قادراً على الدخول إلى البريد الإلكتروني، سيتوجب عليك التواصل مع الدعم. فتأكد من تدوينهما. وبمجرد الانتهاء، انقر على Continue. بعد هذا يعرضون علينا SiteGround Site Scanner، لكنني لا أريده. بذلك سأكتفي بالنقر على Finish. رأى حالياً يتم إنشاء موقعنا. امنحه حوالي دقيقتين. جيد، لقد قامت SiteGround بإنشاء الموقع. والآن أنقر على SiteTools في اليمين. وهذه هي بوابة العميل. هنا يمكنك الوصول إلى عدة أشياء. بمقدورك إنشاء حسابات البريد الإلكتروني، إدارة الملفات إلى آخره. وفي اليساري لدينا خيار File Manager, FTP Account إلى آخره. أيضاً في خيار Backups، يمكنك الوصول إلى نسخة الموقع الاحتياطية التي سينشئونها. أعتقد أن تحديثها يتم كل ست ساعات. بعد هذا لدينا WordPress. فدعنا ننقر على Installant Manage. وما سنفعله هو أننا سندخل إلى موقعنا، إذن توجه إلى Installant Manage في WordPress. وإذا نزلنا إلى الأسفل، سنجد النطاق الذي ثبتنا. هذا هو نطاقنا الحالي. وفي اليمين لدينا Login to Admin Panel. فدعنا ننقر عليها. ومن هنا ستدخل إلى موقعك. والآن هذا هو معالج إعدادات SiteGround. يمكنك الخروج منه إن شئت. لكن إذا أردت المرور على العملية، أنقر على StartNow. إذن بمجرد الدخول إلى موقعك، سيتم أخذك إلى معالج الإعدادات في SiteGround. عموما يمكنك تخطيها. فكل ما ستفعله هنا هو تثبيت ثيمة الوربس. وهو ما سنقوم به لاحقا. على أي أن دعنا ننقر على Exit في أسفل صفحة. ها نحن ذا. هذا هو موقعك الجديد. والآن هذه هي الواجهة الخلفية لموقعك. هنا تحدث كل الأشياء السحرية. وإذا أردت أن ترى شكل الحالي لموقعك، انقر على VisitSite في الأحلى. وهو ذا موقعك الجديد. إنه بشع وممل إلى حد ما. لكن لا تقلق. سنجعل شكله رائعا. والآن سنجعل موقعنا مشابها لهذا الموقع التجريبي. فهذا موقع بدئي تجريبي أستعمله. وهكذا سيكون شكل موقعنا. كما ترى الموقع رائع ويتوفر على عدة منتجات. ولقد استوردت هذه المنتجات باستعمال منصة Sell the Trend. عموما يمكنك سيراد الموقع تلقائيا باستعمال قالب بدئي مجاني. ثم تسورد المنتجات من المنصة الأخرى. وسأريك كيف تقوم بكل شيء في هذا الفيديو. والآن قبل أن نبدأ الحديث عن القوالب البدئية، دعني أشرح لك الإعدادات العامة. أولاً توجه إلى Users، ثم أنقر على Profile. وهنا يمكنك تغيير المنظومة اللونية للواجهة الخلفية. كما ترى لدينا Light, Modern, Midnight, Blue إلى آخره. أيضاً هناك Sunrise وهو بشع جداً. لكننا سنحدد Midnight لأنه مريح للعين. سأحدد Midnight. أيضاً إذا نزلنا إلى الأسفل، يمكننا تعديل اللغة. فإذا كنت تتحدث لغة أخرى، بمقدورك سحديدها هنا. وسيتم تطبيقها على الواجهة الخلفية للموقع. مجدداً انزل إلى الأسفل، وهنا يمكنك تغيير البريد الإلكتروني إنشات. وهو مهم جداً. لأنك إذا نسيت كلمة المرور، سيتم إرسالها إليه. مجدداً انزل إلى الأسفل، وهنا يمكنك تعديل كلمة المرور. فبمقدورك تغيير كلمة المرور لموقعك. وسأريك لاحقاً كيفية الدخول والخروج من موقعك. لكن من هنا يمكنك تغيير كلمة المرور. في الأخير انزل إلى الأسفل، ثم انقر على Update Profile. وشيء الموالي الذي سنقوم به هو التوجه إلى Settings، ثم نقر على Permalinks. ويجب أن تحدد دائماً خيار PostName في الPermalinks. والسبب هو أننا نريد أن يتضمن الرابط اسم النطاق واسم الصفحة. مثلاً إذا نقرنا على About Us في الموقع تجريبي، ستظهر لنا في الرابط هكذا. إذن هذا هو سبب تحديد PostName. وهو خيار جيد لسيو كذلك. في الأخير انزل إلى الأسفل، ثم احفظ تغييرات. بعد هذا انقر على General. توجد عدة خيارات. ومجدداً هنا يمكنك تعديل البريد الإلكتروني والوغة الموقع في أي وقت. فهذه هي نافذة الإعدادات العامة. على أين دعنا نعود إلى واجهة الإعدادات؟ لقد أريتك الإعدادات العامة. فدعني أريك كيفية الدخول والخروج من موقعك. كما ترى، يمكننا الدخول والخروج باستعمال هذا الشريط الأسود في الأعلى. وسأريك أولاً كيف تدخل إلى موقعك. هيا أنقر على اسم المستخدم في أعلى اليمين، ثم على Logout. وستظهر لك نافذة الدخول هاته. لكن إذا أدخلت اسم النطاق فقط، سيختفي شريط الأسود. وهكذا لا يمكنني الدخول إلى الموقع. أولاً توجه إلى خانة الرابط ثم أكتب slash wp-admin ثم اضغط على enter وستظهر لك نافذة الدخول مباشرة. وهنا يجب أن تدخل بياناتك الاعتمادية التي استعملت عند إنشاء حساب الوربس. عموماً لدي هنا اسم المستخدم وكلمة المرور. سأشهر على remember me ثم أنقر على login. رائع، إذن هكذا يمكنك الدخول إلى موقعك والخروج من. والآن دعنا نستورد قالباً بدئياً. وللقيام بذلك، يجب أن نستعمل ثيمة ووربس محددة. أولاً توجه إلى appearance ثم أنقر على themes. أنقر على add new في الأعلى. والآن قبل القيام بأي شيء، تعني أشرح لك ما هي تثيمة الوربس وكيف تؤثر على موقعك. أولاً ما هي ثيمة الوربس؟ كل موقع تنشئه باستخدام الوربس يحتاج إلى ثيمة. وبدون الدخول في التفاصيل، الثيمة هي البنية وتصميم العام لموقعك. وكل ثيمة ووربس تتوفر على خيارات مختلفة في theme customizer. وتتحدد هذه الخيارات في الheader والfooter builder، قوالب التدوينة تحكم في عرض الموقع، ومزايا تجارة الإلكترونية كقوالب صفحة المنتج أو صفحة المتجر. عموماً الثيمة تتحكم في تصميم العام لموقعك، لكن لا يمكنها بناء الموقع لوحدها، بل هي بمثابة القشرة الخارجية للpage builders ونقطة البداية لبناء الموقع. وطبعاً لا تتردد في المرور على الكثير من ثيمة الوربس لتجد ما يناسبك. هل فهمت الفكرة؟ إذن ثيمة الوربس ستحكم أساساً في تصميم الخارجي للموقع، كصفحة المتجر، المدونة، الheader والfooter إلى آخره. للإشارة، التصميم العام لهذه الثيمات هنا تم إنشاؤه باستعمال الpage builder. فهذا الأخير يقوم بجل العمل، وأهمية الثيمات تقل يوماً بعد يوم. فالpage builder أصبح اليوم إبداعياً للغاية. على أين سنقوم حالياً بتثبيت ثيمة تتوفر على قوالب بدئية رائعة؟ أولاً سأكتب بلوكسي في خانة البحث. بالمناسبة، يمكنك دائماً التبديل بين الثيمات، لذلك لا تشعر بأنك مضطر إلى حصر نفسك في ثيمة واحدة، بل بمقدورك التبديل دائماً، ولن تخسر أي شيء من العمل الذي قمت به. عموماً، هذه هي الثيمة التي سنستعمل، وتدعى بلوكسي. هيا أنقر على install، ثم على activate. رائع، والآن يطلبون منا تثبيت إضافة بلوكسي companion. لكن إذا لم يظهر لك هذا الإشعار، انقر على بلوكسي في اليسار، بعدها انزل إلى الأسفل، ومن هنا يمكننا تثبيت إضافة بلوكسي companion. فدعنا ننقر على install blocksee companion. جيد، بمجرد القيام بذلك، ستظهر لك هذه النافذة الجديدة للقوالب البدئية، ويمكنك اختيار أي قلب تريد. فهناك قوالب لمجال الطعام، صالون الحلاقة، المنتجات، المنتجات الإلكترونية، الأثاث، النباتات البلاستيكية، وهو مجال شعبي جدا في dropshipping. أيضا توجد قوالب متعددة لاستعمالات، متجات اليوغا، الكراسي، إلى آخره. طبعا يمكننا التبديل بين القوالب في أي وقت، لكنني أريدك أن تتبعني في هذا الجزء من الفيديو، وأريدك أن تسورد هذا القلب الذي يدعى guardrope. هيا أنقر على import. والآن سنتحدث عن charltheme، وهي ثيمة ستحميك إذا كنت تضيف الكثير من CSS. لكن إذا لم تكن مبرمجا، لن تكون مهمة. على أين أنقر على next. وهذا الخيار مهم جدا، إنه يطلب منك اختيار Page Builder، ويجب أن تحدد Elementor. بعدها أنقر على next. والآن سيتم تفعيل الإضافات. ولتوضيح Elementor هو Page Builder الذي سنستعمل. الوكوميرس هي الإضافة التي تتيح لك البيع في موقعك، عبر إنشاء المنتجات وتلقي المدفوعات. أما WPFones فهي إضافة تتيح لك إنشاء استمارة تواصل جميلة في موقعك. ومجددا أنقر على next. بعدها سننقر على install، وسيتم حذف كل شيء في الموقع، وإن شاء محتوى القالب الذي رأينا سابقا. فدعنا ننقر على install. وسننتظر حوالي دقيقة. وسيتم سيراد المحتوى كله كالألوان، الصور والمنتجات. إذن امنحه حوالي دقيقة أو اثنتين. جيد، لقد تم سيراد الموقع البدئي بنجاح. فدعنا ننقر على view site. وها هو ذا موقعك الجديد. نحن ذا. كما ترى، لقد تم سيراد لنبي جميلة جدا. عارف أنها تبدو ضخمة قليلا. لكن هذا فقط لأنني أصور هذه الفيديوهات بـ 1600 على 800 في الأبعاد. فقط حتى لا يظهر الموقع بشكل صغير جدا. لكن إذا شاهدت الفيديو بـ 1920 مقابل 1080، سيظهر بشكل جيد للغاية. على أي انزل إلى الأسفل، وكما ترى، لدينا الدفع الآمان، والسرجاع المال في 30 يوما. فهذا موقع تجارة إلكترونية جميل جدا. وإذا أتى إليه أحدهم، سيجده موقع رائع. أيضا تم سيراد الكثير من المنتجات التجريبية. ولدينا هنا بعض الفئات، البلوزات، السطرات، الأكسسوارات، إلى آخره. إذن لقد تم إنشاء الكثير من المنتجات التجريبية، وشكلها رائع جدا. فدعنا ننزل إلى الأسفل لتأكد من السيراد كل شيء. عموما التصميم جميل. وكل ما عليك هو تغيير الشعار والقيام ببعض التعديلات الصغيرة. وسيصبح الموقع رائع جدا. على أي إنهاته هي صفحة المنتجات. إنها جميلة وأنيقة وتعجبني كثيرا. أيضا لدينا صفحة الخدمات. وتوجد المعلومات. وطبعا يمكننا تغيير المحتوى والصور. بمقدورك وضع أي صور تريد. لدينا كذلك صفحة من نحن. هناك مجموعة أحذية، وفي الأسفل فريق العمل. وطبعا يمكنك وضع صور فريقك أو أي شيء تريد. لا يجب أن تضع محتوى حقيقيا بالضرورة. فالكثير من مواقع دروبشيبين تضعه محتوى عشوائيا. عموما هذه هي صفحة التواصل. ولدينا استمارة التواصل التي تتيح للناس بعث الرسائل إلى صندوقك البريدي. كم هذا رائع. لقد أنشأنا موقعا جميلا جدا. فالتكنولوجيا تتقدم بشكل سريع للغاية. إذن لقد سوردنا هذا القالب البدئي. والآن أريد أن أريك كيفية تصميمه بالسعمال البيج بيلدر. فدعني أعطيك ملخصا من عشر دقائق عن كيفية سعمال Elementor Page Builder. كما ترى لدينا في الأعلى Edit with Elementor. وهذا هو البيج بيلدر الذي نستعمل لتصميم الموقع. أولا يخبرنا بأننا نحتاج إلى قالب. إذن انقر على Recreate Kit. وهذا الأمر يتم مرة واحدة. عموما انقر على Recreate Kit. ثم احفظ تغييرات. فهذه مجرد مصالحات تقنية. وهذا كل ما عليك فعله ليختفي هذا الإشعار. على أين انقر على Edit with Elementor في الأعلى. وهذا هو البيلدر. سأولق هذه النافذة. والآن لدينا العناصر في اليسار. وبمقدورك سحبها وإفلاتها في صفحة. مثلا سأسحب عنصر العنوان. ثم أفلته عندما يظهر هذا الخط الوردي. فهكذا يمكننا سحب وإفلات العناصر. وللإشارة كل عنصر يتوفر على نافذة Content التي تتحكم في المحتوى. Style والتي تتحكم في اللون والخط. وAdvance التي تتيح لك تغيير مكان العنصر وإضافة تأثيرات الحركة. إذن هذا ما تقوم به هذه النوافذ الثلاث. على أين سأنقر بأيمن الفأرى، ثم على Delete لحذف العنصر. عموما يمكننا المرور على هذه العناصر. وسحب أي عنصر إلى أي مكان في الصفحة. مثلاً بمقدورنا سحب الصورة وإفلاتها في أي مكان عندما يظهر هذا الخط الوردي. لأكون صادقاً أنا أكره اللون الوردية لأنه بشع جداً. لكنني أعتقد أنهم سيقومون بتحديث مستقبلان يتيح لك تغيير اللون. على أين أنقر على Choose Image إذا أردت رفع صورة هنا. بعدها أنقر على Media Library. وسأسورد إحدى هذه الصور التي أعطونا. مثلاً هاته صورة. كما ترى يمكننا استعمالها هنا. وطبعاً بمقدورنا تكرارها. بعدها يمكنني النقر على أيقونة القلم وتغيير مكانها. مثلاً سألقر وأسحبها هكذا. مجدداً سأكرر الصورة ثم أسحبها. وسأقوم بنفس العملية مرة أخرى. وطبعاً يمكننا تغيير الصورة. فقط ليكون تصميم مناسباً وجميلاً. فالسعمال نفس الصورة يجعل التصميم بشعاً جداً. عموماً هذا مجرد مثال. وأنا أريك فقط ما يجب أن تفعله. لأنني أعطيك مثالاً فقط عن كيفية تغيير الصور في موقعك. جيد. والآن قد تلاحظ أن المنتجات لا تظهر. والسبب هو أننا نسعمل شورت كود. وحالياً لا يظهر الشورت كود. لكن بمجرد أن تغلق البلد ستظهر المنتجات. أيضاً يمكننا تعديل هذه الصور. وطبعاً بمقدورنا سحب المزيد من العناصر. مثلاً باستطاعتك إضافة زر إنشات. سأسحبه هكذا. بالنسبة إلى الزر يمكنك تغيير النص إلى بيناو أو ما شابه. وبمقدورنا ربطه مع مكان معين في الموقع. مثلاً سأكتب شوب. عفواً ليست صفحة المتجر. بل صفحة المنتجات. لذلك سأكتب برودكت. وكما ترى يمكننا ربط الزر مع صفحة المنتجات. أيضاً بمقدورنا تغيير الخط في الستايل. مثلاً سأغير الخط الموجود. دعنا نغلق هذه النفذة. وسأغير الخط إلى بوتينز. لكنني أفضل أن يكون ثخيناً. لذلك سأحدد بولد. أيضاً يمكننا تغيير لوني النص والخلفية. مثلاً سأغير لون الخلفية إلى الأحمر. وطبعاً يمكننا النقر بأيمان الفأرة وتكرار الزر. ثم سحبه وإفلاته هكذا. وسأقوم بنفس العملية مرة أخرى. إذن البلد رسلس جداً وسهل الإستعمال كما ترى. فدعنا ننشئ قسماً جديداً. فربما ترغب في إنشاء قسم جديد تحت المنتجات وفوق هذا القسم. أولاً أنقر على أيقونة الزائد ثم على أيقونة الزائد الثانية. وهنا لدينا أعمدة. بالمناسبة يخطط ألمينتور لتخلص منها مستقبلاً والسعمال شيء يدعى فليكس بوكس. ولدي فيديو يريك كيفية استعمال الفليكس بوكس. وسأتركه في صندوق الوصف. لكن حالياً يمكننا استعمال الأعمدة. مثلاً سأحدد صفاً من ثلاثة أعمدة. ولنقول أنني أريد إضافة عنوان. جيد. بعدها سأضيف صورة. ثم أضع زراً تحت صورة. وسأحدد صورة هذه الفتاة. سأكتب Our New Arrivals في العنوان. وطبعاً يمكننا ربط الزر مع صفحة. لكن بما أنني كسول جداً سأنقر بأيمن الفأرة وأنسخ هذا الزر. ثم أنقر هنا على Paste Site للسق التصميم. وهكذا يمكننا تطبيق نفس تصميم على هذا الزر. فعندما تنقر على العنصر بأيمن الفأرة تجد عدة تخيارات. ويمكنك تكراره، حذفه، نسخه، لسقه، أو حفظه كنسخة تلقائية. وهذه الميزة تتيح لك تطبيق نفس تصميم على أي زر ستضيفه لاحقاً. وهي طريقة رائعة لتسريع العمل. على أي يمكننا تكرار العناصر؟ وكذلك الصفوف والأعمدة. مثلاً سأنقر بأيمن الفأرة على هذا العمود وأقوم بتكراره. أيضاً سأكرره مرة أخرى. ثم أحذف هذين العمودين. والآن أريد إضافة بعض المساحة. وهذه هي الغاية من استعمال البادين. أولاً أنقر على هذه النقاط الست. وكما ترى لدينا خيارات خاصة بهذا العمود. لدينا Layout وهي تتحكم في عرض القسم. والصائل التي تتيح لنا إضافة لون الخلفية. تدرج لوني. فيديو إلى آخره. ونافذة Advanced التي تتيح لنا تعديل المساحة. أموماً سألغي الارتباط بين الجوانب. ثم أضيف المساحة في الأعلى هكذا. كما ترى لقد تمت إضافتها. أيضاً يمكننا إضافة المساحة في الأسفل. بعدها يمكننا تغيير لون الخلفية في Style. كما ترى بمقدورنا تغيير اللون هكذا. أيضاً لقد بدأوا في استخدام الذكاء الاصطناعي. وهو يتيح لنا إنشاء صور وما شبه. وهذا قد يكون موضوع فيديو آخر. لكنني لا أنصح بهذا الخيار. فصور الذكاء الاصطناعي لا تعجبني إلى حد الآن. لأنك بحاجة إلى إنفاق وقت طويل حتى تجد صوراً جيداً. لذلك أعتقد أن ذكاء الاصطناعي غير جاهز بعد فيما يخص الصور. على أين يمكنك تغيير عرض الأعمدة في خيار Full Way Section؟ كما ترى إنها كاملة العرض. فإذا أغلقت هذه النافذة، سيظهر القسم كامل العرض. إذن هكذا يمكنك إنشاء أعمدة. والآن هناك شيء أريد أن أريك إياه قبل التحدث عن اللاندين بيج. وهي البلوكس الجاهزة. أولاً أنقر على أيقونة المجلد. ولدينا هنا بلوكس، بيجز ومي تومبليت. وبمقدورنا السيراد بلوك. عموماً أعتقد أن هناك بعض البلوكس المجانية. كما ترى الكثير منها احترافية. وهي تحتوي على ملصق برو. لكن يمكنك إضافة البلوكس التي لا تحتوي على الملصق. والآن يجب علينا ربط الموقع مع Elementor.com. كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب في Elementor. وبعدها يمكنك استعمال البلوكس. وطبعاً لن يكلفك أي شيء. فقط ستتم مزامنة موقعك مع Elementor. لتتمكن من الوصول إلى جميع هذه البلوكس. كما ترى لقد استوردنا هذا البلوك بنجاح. وطبعاً يمكننا تعديله وتصميمه. ويمكننا إضافة المزيد من العناصر إليه. إذن استعمال آدات سحب والإفلاء سهل جداً. ولدي فيديو آخر يريك كيفية استعماله من الصفر. بما في ذلك مزايا نسخة الاحترافية. ومدته حوالي أربع ساعات. وإذا أردت مشاهدته سأتركه في صندوق الوصف. عموماً هذا هو الفيديو. مدته أربع ساعات ويمر على جميع أساسيات Elementor والورد بريس. فنحن نتحدث عن جميع المزايا. كيف تنشئ الصفحات أو المنشورات. ونتحدث عن تغير واجهة المستخدم. الفليكس بوكس كونتينر. والكثير من الأشياء الأخرى. وبمجرد أن تشاهد الفيديو كاملاً، ستبدأ في إتقان Elementor Page Builder. فكل ما عليك هو إنفاق بضع ساعات حتى تصبح محترفاً في Elementor. وقدراً على إنشاء موقع وورد بريس احترافي. إذن حاول مشاهدة هذا الفيديو. والآن دعنا نغير لندن بيج لتصبح كهاته في الموقع تجريبي. كما ترى لقد أضفت صورة في الخلفية. وساملت صورة حقائب هنا. ثم أضفت بعض الأيقونات. أموماً أول ما سأفعله هو إضافة خلفية هنا. أولاً سأقوم بتشغيل نافذة المتصفح. وهي تساعدنا كثيراً لأنه من الصعب نقر على الكثير من هذه العناصر. كما ترى لدينا القسم كله هنا. وأنا أريد إضافة صورة الخلفية فيه. إذن افتح نافذة المتصفح ثم حدد القسم. بعدها توجه إلى Style. وسأقوم برفع صورة في الخلفية. انقر على Choose Image. وإذا أردت رفع صورة، انقر على Upload Files. ثم على Select Files. ومن هنا يمكنك رفع صور في موقعك والسعملها لاحقاً. أموماً لدي هذه الخلفية بصيغة الـ PNG. وسأتركها في صندوق الوصف. كل ما عليك هو أن نقر عليها ثم على Open ثم على Select. وستكون هذه هي صورة خلفيتك الجديدة. على أي أن دعنا نغلق هذه النافذة لمعاينة تصميم. كما ترى ها هي ذي صورة. لكننا نحتاج إلى تعيين مكانها. كما تلاحظ لدينا خيار Display Size. وسأحدد Cover لتغطي الخلفية كلها. أي أن صورة ستغطيها بالكامل. وكما ترى الخلفية تغطي كل شيء. عفواً دعني أغلق هذه النافذة حتى تظهر الصورة بشكل أكبر. أيضاً إذا حددنا Contain سيتم استعمال الحجم الحقيقي لصورة. أي أنه سيتم استعمال حجمها الحقيقي كيفما كان. لكنني سأحدد Cover لأنه يعجبني. وأريد أن تغطي الصورة كامل الخلفية هكذا. جيد. والآن الشيء الموالي الذي أريد فعله هو التوجه إلى خيار Background Overlay. وهم يستعملون هنا هذه الصورة كتراكب للخلفية. طبعاً ليست هناك طريقة صحيحة أو خاطئة لتصميم. لكنني لا أريد استعمال هذه الصورة كتراكب للخلفية. لذلك سأتخلص منها. وبعد حذف الصورة يمكننا إضافة صورة الحقائب بدلاً عنها. أولاً أنقر على Choose File. وسأحدد صورة الحقائب هاته. ولقد تركتها في صندوق الوصف. فدعنا ننقر على Select. كما ترى لدينا هذه الحقائب. لكن يجب أن نقوم ببعض تغييرات صغيرة. سأحدد Center Center في خيار Position. أو سأحدد Center Right. أعتقد أن شكلها رائع هكذا. إذن لدينا حالياً هذه الحقائب بدل الصورة سابقة. وبالتالي كل ما عليك هو استبدال هذه الصورة بأي صور تريد. باستعمال خيار Background Overlay. وطبعاً بمقدورك استعمال طرق مختلفة. فهذه استراتيجية متقدمة. لكن يمكنك استعمال عنصر الصورة هنا. اصحبه إلى الصفحة هكذا. وباستطاعتك استعمال هذه الطريقة بدل السابقة. فهما نفس الشيء. وقد تكون هذه أسهل بالنسبة إليك. لأنني أعتقد أن الاستراتيجية الأخرى متقدمة قليلاً. فهم يسعملون خيار Background Overlay. وهو ما قد يصيبك بالارتباك كمبتدأ. على أين أريد تكرار هذا العنصر. ثم أصحبه إلى الأعلى هكذا. فقط كما في الموقع تجريبي. كما ترى لقد حصلنا على هذه لندين بيج. ولدينا النص وهذه الحقائب. جيد. إذن لقد أعطيتك ملخصاً عن كيفية استعمال هذا البلدر. والآن دعنا نمر إلى القسم الموالي لنتحدث عن كيفية إنشاء الصفحة والقائمة. لكنني سأغير مكان الصورة أولاً. سأزيد حجمها قليلاً. بالمناسبة يمكنك تحديد Custom في Position وتغيير مكان الصورة يدوياً. وهنا إذا أرد وضعها في مكان محدد. كما ترى الصورة في الوسط. وشكلها أفضل بكثير هكذا. إذن يمكنك دائماً تحديد Custom إذا أرد وضع صورة المنتج في مكان محدد. في الأخير انقر على Update. ودعنا نذهب لمعاينة الموقع. إذن هذا هو الموقع، وكما ترى شكله رائع. لدينا النص في اليسار، وصورة المنتج. وللإشارة لقد تخلصت من الصور التي كانت هنا لأنني لا أريدها هنا. وفي الأسفل لدينا المنتجات، صور، وهاته الأزرار. وتوجد كذلك المنتجات الأكثر شعبية. إذن هكذا يمكنك استعمال هذا البيج بيلدر. وبعد أن أريتك كيف تستعمل Elementor Page Builder، تعني أريك كيف تنشئ الصفحات وتعديل القائمة. أولاً، اذهب إلى واجهة الأعدادات. بدها توجه إلى Pages في اليسار، ثم أنقر على All Pages. وهذه جميع الصفحات الموجودة في موقعك. لدينا من ناحن، صفحة الدافع، التواصل، إلى آخره. لكن إذا أردت إن شاء صفحة بنفسك، انقر على Add New في الأعلى. وحالياً سننشئ صفحة جديدة. سأكتب مثلاً Our Team. في الأخير انقر على Publish، ثم Publish. أيضاً إذا أردت تصميم صفحتك الجديدة، انقر على Edit with Elementor. وسيتم تفعيل البيج بيلدر لتتمكن من تصميم هذا الجزء من الموقع. وعموماً انقر على أيقونة المجلد، وسأحدد Team في خيار الفئة. هنحن ذا. والآن سأختار تصميماً بشكل سريع. مثلاً سأحدد Out Team. أعتقد أنهم يقصدون هنا Out Team. لقد أخطأوا هنا. إذن سأضيف هذا التصميم. وهنحن ذا. لدينا هنا الفريق. قد تلاحظ أن التصميم يظهر بشكل غريب. لكن إذا نقرت عليه سيتم إصلاح كل شيء. وطبعاً يمكنك وضع صور فريقك تغيير الناس إلى آخره. مثلاً سأغير العنوان إلى Our Amazing Team. فريقنا الرائع. أيضاً بمقدورنا تغيير الخط في Typography. سأغيره إلى Poppins أو ما شبه. والآن كل شيء يبدو رائعاً. ويمكنك إضافة المزيد من العناصر إلى القسم. إذن Elementor Page Builder سهل الاستعمال. وبعد إنشاء هذه الصفحة دعنا نعينها في القائمة. لكن قبل القيام بذلك لدينا عنوان Our Team هنا. فآخر شيء أريد أن أريك هو هذا العنوان. فعندما تنشئ صفحة سيظهر عنوانها هنا. لكنك قد لا ترغب في عرضه أحياناً. وكل ما علينا فعله هو التوجه إلى الإعدادات. ثم سأحدد Elementor Full Wave في Page Layout. لأنني أريد عرض محتوى Elementor فقط في صفحة. وكما ترى لقد اختفى العنوان. في الأخير أنقر على Update. مجدداً أنقر على View Page. وكما تلاحظ لقد اختفى العنوان. وتذكر أن باستطاعتك التوجه إلى أي صفحة ثم شغل البلدر. ويمكنك تعديل أي شيء تريد في صفحة. على أي لقد أنشأنا هذه الصفحة لكنها لا تظهر في القائمة كما ترى. لذلك نحتاج إلى تعيينها في القائمة. أولاً اذهب إلى واجهة الإعدادات. بعدها توجه إلى Appearance ثم انقر على Menus. عموماً عندما تسورد القلب البدئي. يقوم Elementor بإنشاء قائمة من أجلنا. وهذه هي القائمة. لدينا الصفحة الرئيسية، المنتجات، الخدمات، من ناحن، الأخبار، والتواصل. أيضاً أنقر على View All في Pages. وهذه هي جميع الصفحات الموجودة في الموقع. ليس من الضروري أن تظهر في القائمة. لكنها موجودة في الموقع. هذه هي صفحة فريقنا. وسأنقر على Add to Menu لأضافتها إلى القائمة. وسأغير مكانها هكذا. في الأخير، انقر على Save Menu في الأسفل. والآن إذا نقرت على Visit Site، ستلاحظ أن لدينا صفحة الفريق هنا. وها هي ذي الصفحة. إذن هكذا يمكنك إنشاء صفحة وإضافتها إلى القائمة. بعد هذا سأريك كيف تنشئ المنتجات، وكيف تحذفها كذلك. أولاً توجه إلى Product، ثم أنقر على All Product. وهذه كلها منتجات تجربية، وربما الكثير منها لا تناسبك. أموماً لحذف المنتجات، أشر على هذا المربع، ثم حدد Move to Trash. وهكذا سيتم حذف جميع المنتجات من الموقع. هياً أنقر على Apply. ولقد اختفت جميعها. بعدها سأقوم بتحديث بيانات الوكوماس بشكل سريع. فأحياناً يجب عليك تحديث إضافة الوكوماس. وهكذا ستتخلص من هذا الإشعار. على أي أنقر على Add New لإنشاء المنتجات بنفسك. والآن سأريك كيف تنشئ منتجاً مستقلاً يدوياً. بعدها سأريك كيف تسورده تلقائياً. لكنني أريد أن أشرح لك أولاً كيف تنشئه بنفسك. عموماً سأكتب في الإسم Baseball Cup. وهذا هو وصف المنتج. وهذا الوصف سيظهر تحت المنتج. مثلاً لدينا هذا القميص. وإذا نزلت إلى الأسفل سنجد الوصف. وهذا هو الوصف الذي سيظهر تحت منتجك. ويمكن أن يتضمن مواد صونع، مكان صونع، إلى آخره. وطبعاً سأبع محتوى تجريبياً هنا. في الأسفل لدينا المنتج المستقل. فهناك المنتج المستقل والمتغير. وهما الأكثر شعبية. على أين هذا مثال للمنتج المستقل؟ والخيار الوحيد الموجود هو الإضافة إلى العربة. إذن هذا منتج مستقل. بينما المنتج المتغير يتوفر على عدة متغيرة كالحجم واللون. لكن دعنا ننشئ أولاً منتجاً مستقلاً. التكلفة هي 100 دولار. لكنني سأوفر عرضاً طيلة شهر يوليوز. مقابل 50 دولار. بعد هذا لدينا الوصف المختصر للمنتج. والوصف المختصر هو الذي يراه الناس أولاً عندما ينقرون على المنتج. وسأقوم بلسق وصف مختصر في هذه الخانة. أيضاً لدينا صورة المنتج. يجب أن نضيف صورة المنتج الحالي. وإذا كان لديك المزيد من صور المنتج. بمقدورك إضافتها في معرض الصور. سأحدد هذه الصورة. بعدها لدينا فئات المنتجات. فإذا كانت لديك فئات منتجات معينة يمكنك إنشاؤها. وستظهر جميع المنتجات التي تحددها ضمن هذه الفئات. كما ترى لدينا فئة القمصان في الموقع تجريبي. ويظهر هنا قميص واحد فقط. لكن دعنا نعاين فئات منتجات أخرى. ربما نجد فيها المزيد من المنتجات. مثلاً سأنقر على قبعة سناب باك. ثم على أكسسوريز. وكما ترى لدينا أربعة منتجات مختلفة. فجميع منتجات فئة الأكسسورة ستظهر هنا. إذن هذه هي الغاية من إنشاء الفئات. فهي طريقة رائعة لتصنيف جميع منتجاتك. حتى تظهر بشكل منظم. أموماً لقد أنشأنا فئة المنتج، الصورة والوصف. ولقد أصبحنا جاهزين لعرض هذا المنتج. فدعنا ننقر على Publish. وسنذهب لمعاينة المنتج. إذن هذا هو المنتج. وكما ترى لدينا Baseball Cup في العنوان. والسعر هو 100 دولار. لكن حالياً هناك عرض والسعر 50 دولار. ويوجد كذلك الوصف المختصر، معرض الصوار، فئة الأكسسورات. وإذا نقرت عليها، ستظهر جميع المنتجات الموجودة في هذه الفئة. على أين سأعود إلى الخلف؟ وفي الأسفل لدينا الوصف المفصل للمنتج. إذن هكذا يمكنك إنشاء المنتجات من الصفر في موقعك. جيد. لقد فهمنا كيفية استعمال البيج بيلدر، وأصبحنا نعرف كيفية إنشاء المنتجات. فدعنا نتحدث عن كيفية إنشاء شعارك لتضيف هويتك البصرية إلى الموقع. وكذلك عن كيفية إنشاء الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية. كما ترى، لدينا زر Customize في الأعلى. فدعنا ننقر عليه. لقد أشرت سابقاً إلى أن كل ثيمة WordPress تتوفر على Theme Customizer. وهذه الخيارات تختلف حسب الثيمة التي لديك. على أين هاته هي الخيارات العامة لثيمة، وهي تتحكم في الهيدر، الفوتر، وخيارات المنشورات تتحكم في التدوين المنشور المستقل، أما خيارات الووكوميرس فتتحكم في تصميم صفحات المنتجات وما شبه. إذن لقد أشرت إلى أن هذه الخيارات تتحكم في أجزاء مختلفة من الموقع، وسنتحدث أكثر عن Theme Customizer لاحقاً. لكن كل ما سنفعله حالياً هو التوجه إلى قسم الهيدر، وكما ترى، هذا هو الهيدر بيلدر. وبمقدورنا سحب العناصر وإفلتها، فهكذا يمكننا تصميم الهيدر. كما تلاحظ باستطاعة تعديل هذا الزر. أيضاً لدي القدرة على سحب هذه العناصر إلى أي مكان، فهكذا يمكنك تصميم الهيدر. ونفس الشيء ينطبق على الفوتر، بمقدورك استعمال أداة السحب والإفلات لتعديل الفوتر في موقعك. على أين لدينا هنا عنصر الشعار، وهنا يمكنك تعديل الشعار في موقعك. لكن إذا لم يكن لديك شعار، فهناك موقع أنصح به، وستجد فيه من يصمم لك الشعار مقابل أقل من خمسة دولارات. وهذا هو موقع Fiverr.com. عموماً سأتوجه إلى Fiverr.com وأكتبه Logo، ويمكن أن تجد شخصاً يصمم لك الشعار مقابل خمسة دولارات. مثلاً سأحدد خمسة دولارات في الميزانية، أو مبلغاً لا يتعدى عشرين دولاراً. وللتوضيح، أنا أنصحك بهذا الأمر لأنك إذا استعملت موقع شعارات مجانية، لن تحصل على حقوق ملكية الشعار قانونياً، لأن مئات آلاف الأشخاص يستخدمونه. إذن نصيحتي هي التوجه إلى هؤلاء الأشخاص حتى تحصل على شيء فريد. فشعار بخمسة دولارات لن يكلفك الكثير. كما ترى، هذا الشخص سيصمم لك شعاراً مقابل خمسة دولارات. وبالتالي يمكنك استعمال هذا الموقع. وبمجرد أن تحصل على الشعار، باستطاعتك رفعه في موقعك. عموماً توجد هنا صور كثيرة. وسأستعمل هذه الصورة لتوضيح الفكرة فقط. وكما ترى، لقد تغير الشعار. إذن هكذا يمكنك تعديل الشعار في موقعك. والآن ربما تلاحظ أن موقع فيفر يتوفر على هذه الدائرة الخضراء في أعلى اليمين. وهذه هي هوية الموقع. على أن سنعود إلى الخلف، ثم ننزل إلى الأسفل، ويوجد خيار هوية الموقع في قسم Core. وهنا يمكن أن ترفع أيقونة الموقع التي تظهر في المتصفحات. عموماً دعنا نبحث عن شيء هنا، مثلاً سأحدد هذه الصورة. أو سأحدد هذه القمصان. والآن الخلفية بيضاء، لكن القمصان تظهر في اليمين. أعتقد أن رؤيتها صعبة. فدعنا نختار شيئاً يظهر بشكل أوضح. مثلاً سأختار هذه الأحذية. كما ترى صورة الأحذية تظهر هنا. وسأنقر على Crop Image. وهذه هي أيقونة موقعنا الجديدة. إذن يمكنك القيام بهذا الأمر إذا أردت عرض شعارك في المتصفح. والآن سنعود إلى الخلف. وشيء الموالي الذي أريد أن أريك إياه، هو كيف تنشئ الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية. أولاً أنقر على General في WooCommerce. ثم على Checkout Page. جيد. والآن دعنا نذهب إلى صفحة الدافع. لكننا نحتاج إلى إضافة شيء إلى العربة للذهاب إلى صفحة الدافع. عموماً سأضيف هذا المنتج إلى العربة. جيد. بعدها أنقر على Checkout لتنتقل إلى صفحة الدافع. والآن من المهم أن تكون لديك الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية. لأنها ستحميك من طلبات استرداد المال. والتي سنتحدث عنها لاحقاً. لكن هذه الشروط تجنبك إعادة المال لأن الناس سيوافقون عليها. على أين إذا نزلت إلى الأسفل ستجد خيار صفحة الخصوصية. وكذلك صفحة الشروط والأحكام. لكننا نحتاج إلى إنشاء الصفحة أولاً قبل تعيينها هنا. وسيتوجب على الناس تأشير على الموافقة خلال عمليات الدافع. والآن ربما تتساءل كيف أنشئ صفحتي الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية. فدعنا نقوم بالأمر. أولاً سأغلق هذه النفذة. بعدها توجه إلى Plus New ثم أنقر على Page. للإشارة لقد تم إنشاء صفحة سياسة الخصوصية من أجلنا تلقائياً. لكنك لست مضطراً إلى استعمالها بالضرورة. على أين ستكون هذه هي صفحة الشروط والأحكام. سأكتب Terms and Conditions. والآن هناك رابطان في صندوق الوصف. وسيأخذانك إلى هذا الموقع وإلى هذا كذلك. أموماً يمكنك استعمال هذا الموقع لإنشاء الشروط والأحكام مجاناً. مثلاً سأدخل اسم شركة ديرل ويلسون وموقع ديرلويلسون.com ثم أضع رابطه في هذه الخانة. جيد. بعدها أنقر على Next. ودعنا نمر على هذه الخطوة. عموماً أنا من الولايات المتحدة. سأحددها هنا. أيضاً أنا من نيفادا. توجد هنا ولايات كثيرة. أنحن ذا. أيضاً سأضع بريد الإلكتروني. ثم أنقر على Generate My Terms and Conditions. وهكذا سيتم إنشاء الشروط والأحكام. عموماً يمكنك أن تضيف إليها المزيد إذا أردت تحديثها. لكنني سأكتفي بنسخها. ثم أعود وأوسقها في موقعنا هكذا. وطبعاً يجب أن تمر على المحتوى لتعديله حسب حاجتك. لكنه يتوفر حالياً على الكثير من الشروط حول ما لا يمكنهم القيام باه في موقعك وما شبه. وهذه مجرد مصطلحات قانونية. في الأخير، انقر على Publish ثم Publish. والآن ستحتاج إلى القيام بنفس الشيء في موقع إنشاء سياسة الخصوصية. يجب أن تدخل اسم شركتك ورابط موقعك. وبعد المرور على هذه الخطوات، ستنشئ سياسة الخصوصية. طبعاً لن نضيف هذه الصفحات إلى القائمة بعد إنشائها. لكن دعنا نتوجه إلى ThinkCasMizer لتعيين هاتين الصفحتين. أولاً انقر على Customize، ودعنا ننزل إلى الأسفل، ثم انقر على General، ثم على صفحة الدافة. وسنقوم بتعيين صفحة الشروط والأحكام في خيار Terms and Conditions. وطبعاً ستحتاج إلى إنشاء صفحة سياسة الخصوصية وتعيينها هنا. على أي أندعنا نذهب إلى صفحة الدفع حتى أريك ما نقوم به. والآن بعض هذه الخانات اختيارية، لكن يمكنك أن تجعل خانة العنوان أو اسم الشركة إجبارية إنشات. وبمقدورك تفعيل استمارة الكوبون عبر النقر على Coupon Form. إذن باستطاعتك المرور على هذه الخيارات وتعديلها حسب رغبتك. وكما ترى، يجب عليهم التأشير على هذا المربع للموافقة على شروط والأحكام عندما يشارون منتجاً. في الأخير، انقر على Publish. مجدداً، ThinCastmizer يتحكم في عدة أجزاء في الموقع. مثلاً، يمكن أن تضيف لافتة العروض، الكمية المتوفرة إلى آخره. هناك الكثير من الخيارات في ثيمة بلوكسي، وسنتحدث عنها أكثر في قسم ThinCastmizer في الفيديو. لكن هذا كل شيء فيما يخص الهوية البصرية. كما ترى، لدينا أيقونة الموقع في أعلى اليمين، شعار جديد، وبمقدورك استعمال Fiverr للحصول على شعار لموقعك. وطبعاً، يمكنك استعمال هذين الموقعين لإنشاء الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية. وأخير ما سنفعله هو التحدث عن استمارة التواصل. فقبل البدء في بيع المتجات، أريدك أن تعرف أن هذه هي استمارة التواصل، ويتم التحكم فيها باستعمال إضافة تدعى WP Forms. عموماً، إذا توجهت إلى WP Forms، ثم نقرت على All Forms، ستجد أنه قد تم إنشاء استمارة من أجلنا. فهذه هي استمارة الاشتراك في النشرة، وهذه هي استمارة التواصل. انقر على هذه الأخيرة، ويمكنك سحب وإفلات العناصر لبناء استمارة التواصل بالتفصيل. وإذا أردت أن تصبح محترفاً، لدي فيديو خاص بهذه الإضافة، مدته حوالي ساعة، ونتحدث فيه حتى عن النسخة الاحترافية. كما ترى، يمكنك إضافة مربعة تأشير، وبمقدورك تعديلها هكذا، باستطاعتك بناء هذه الاستمارة حسب رغبتك. أيضاً، سيتم مبعث هذه الرسائل إلى البريد الذي استعملت لتشجيل في الوربريس. فإذا أردت تغييره، توجه إلى الإعدادات، ثم إلى خيار الإشعارات. بعدها، انقر على Enable Notifications. وهنا يمكنك تغيير البريد الإلكتروني حسب رغبتك. وسيتم مبعث الرسائل إلى أي بريد إلكتروني تضعه هنا. لكن تلقائياً يتم إرسالها إلى البريد الذي تسجلت به في الوربريس. فهكذا تعمل الإضافة وهي متصيلة بالوربريس. على أين سأحفظ تغييرات؟ ودعنا نجرب استمارة التواصل بشكل سريع. أولاً، توجه إلى صفحة التواصل، ودعنا ننزل إلى الأسفل، ومن هنا يمكن للمستخدمين بعث الرسائل مباشرة إلى صندوقك البريدي. مجدداً، لدي فيديو آخر مخصص لWP Forms. وإذا ملأت الإستمارة ولم تذهب إلى بريدك الإلكتروني، يجب عليك تثبيت إضافة SMPT. فبعض الخوادم تعمل بشكل غريب، وقد لا يتم بعث الإستمارة مباشرة إلى صندوقك البريدي. لذلك سأترك لك الفيديو في صندوق الوصف، مدته حوالي عشر دقائق. لكن يجب أن تذهب الرسائل إلى صندوقك البريدي. إذن هكذا يمكنك إرسال استمارة التواصل من موقعك باستعمال إضافة WP Forms. لقد انتهينا من قسم إنشاء الموقع، وفيه أريتك كيف تبني موقعاً، كيف تحصل على شعار، الشروط والأحكام، وكيف تستعمل استمارة التواصل. فدعنا ننتقل إلى القسم الموالي لنتحدث عن كيفية تحويل هذا الموقع إلى موقع Dropshipping كامل. رائع، إذن لقد أصبح موقعك جاهزاً. والآن سنمر إلى القسم الموالي في هذا الفيديو. وفيه سأريك منصة Sell the Trend. وهذه المنصة توفر عدة منتجات. لديهم حملات إعلانية، ويرونك حتى مواقع Dropshipping النجحة، وما تبيعه بالضبط وحملاتها الإعلانية كذلك. فهي منصة رائعة جداً. إذن في هذا الجزء من الفيديو سأتحدث عن Sell the Trend، وعن جميع المزايا والخيارات التي يوفرها هذا الموقع. جيد، في هذا الجزء من الفيديو سنتحدث عن Dropshipping. وسنقوم بتحويل هذا المتجر إلى موقع Dropshipping. وقبل أن تذهب إلى Sell the Trend وأريك جميع المزايا، أريد أن أعطيك ملخصاً عاماً عن Dropshipping. المنتجات، أنواع متاجر Dropshipping، ولماذا اخترنا Sell the Trend. عموماً سنمر على هذه السلايد بشكل سريع، ثم نمر على كل واحدة منها على حدة. على أين دعنا نتحدث عن ما هي Dropshipping، وسأقرأ التعريف مرة واحدة. Dropshipping هي طريقة للبيع بتجزئة، والمتجر لا يحتفظ بالمنتج في مخزونه، باستطاعتك أن تضيف منتجات بقدر ما تريد في منجرك. لكنني عموماً رأيت أشخاص يضيفون من 10 إلى 15 منتجاً لا أكثر، لأنك إذا أضفت أكثر سيصبح المتجر كبيراً جداً وتفقد هويتك إلى حد ما. بدلاً عن ذلك، عندما يبيع مجر منتجاً باستعمال طريقة Dropshipping، فهو يشتريه من مجر آخر ويتم شحنه مباشرةً إلى العميل. إذن لن تتعامل أنت مع شحن أو أي من هذه الأشياء، فهم يقومون بشحن جميع المنتجات إلى عملائك. أنت مجرد وسيط. أيضاً لدينا هذا التقديم الجميل. فالزائر يذهب إلى مجرك ويشتري شيئاً، ثم يقوم المورد بشحن المنتج إلى عميلك. وسيتلقى العميل الطلب. لكن سيتوجب عليك توفير الدعم للعميل، وأن تتفق معه في حالة إرجاع المنتج. وبالتالي ستظل مسؤولاً على توفير الدعم للعميل. وتذكر أن المورد يقوم بالشحن، لكنه ليس صاحب المشروع. فأنت شخص الذي في واجهة المتجر ويتحدث مع العملاء. على أين هناك نوعان من منصات دروبشيبين، وأريد أن أشرحهما بشكل سريع. أولاً لدينا الإنهاوس دروبشيبين، وفيه تقوم بالانضمام إلى شبكة من البائعين المعتمدين، مثلاً سبوكيت وزيندروب. هناك إيجابيات وسلبيات لهذا النوع. الإيجابيات هي الشحن سريع، والمزيد من التنظيم بالنسبة إلى البائعين. والسلبيات هي محدودية المنتجات والتكلفة العالية، أي أنك ستحصل على هامش ربح صغير إذا قررت الذهاب إلى هاته المواقع. إليك مثال، هذا مثال لمنصة إنهاوس دروبشيبين، وما يقوم به هذا الموقع هو إعادة لائحة للموردين المعتمدين، والذين يبيعون في هاته المنصة فقط، أي أنهم لا يذهبون مثلاً إلى علي أكسبريس أو CG دروبشيب، فلديهم شبكتهم الخاصة من الموردين. عموماً سأعطيك مثالاً، هذه المنتجات متاحة فقط في سبوكت، ولن تجدها في أي منصة أخرى، لكن ما لاحظته في منصة الإنهاوس دروبشيبين، هو أنها أغلى بكثير من مواقع كسلد تريند، مثلاً لدينا هذا المنتج هنا، وكما ترى لديهم موردون خاصون بهذا المتجر، وطبعاً هناك إيجابيات وسلبية لهذا الأمر، الإيجابيات هي أنه أكثر أماناً، وليس هناك الكثير من الذهاب والإياب، فبمقدورك التواصل مع جميع الموردين في هذا الموقع، والاتفاق معه مباشرةً. أيضاً من السهل شراء المنتجات، فبمجرد أن تتلقى طلباً، يمكنك شراء المنتج من هنا، وسيكون كل شيء جاهزاً، وسيقوم الموقع بشحن المنتج إلى عملك. عموماً عندما استعملت هذا الموقع، لاحظت بعض الإيجابيات والسلبيات، وأريد أن أشرحها لك في حال غيرت رأيك لاحقاً، لكن في رأيي هذه المنتجات تكلف الكثير من المال، وبالتالي هامش الربح صغير جداً، وهو ما يترك هامشاً صغيراً للإعلان، وكذلك للخطأ، فمنتجاتهم تكلف الكثير من المال. إذن هذا مثال لمنصة إنهاوس دروب شيبين، أيضاً هناك زيندروب، وهي منصة أخرى شعبية، لكنهم يتبعون نفس منهج سبوكت، وأكبر عقبة لحظها في سبوكت وزيندروب، هي أنهم لا يعطونك ما يساعدك في تسويق، ولا يخبرونك ما هي المنتجات الشعبية ولا عن العروض، فهم لا يساعدونك أبداً في تسويق. وبالنسبة لي، هذه سلبية كبيرة، لكنني سأقول أنه جيد فيما يخص الشحن، والذي يتم بمجرد شراء المنتج، ففي الموقع البديل سلدو تريند، يجب أن تشري المنتج هدوياً، لكنك ستوفر الكثير من المال باستخدام هذه الطريقة، فلا تكون كسولاً جداً. إذن هذا مثال لمتجر إنهاوس دروب شيبين، ومجدداً هناك سبوكت وزيندروب، والأهنى ربما تسألني، ديرل، لماذا لا تنصح بسبوكت؟ إنه شعبي جداً. نعم إنه شعبي جداً، لكن هامش الربح صغير جداً في هذه المنصات. على أين النوع الثاني هو الأوتهاوس دروب شيبين، وفيه ستبحث عن الموردين في المواقع، وتشتري المنتجة وتطلب شحنه إلى عملائك. وكمثال علي أكسبرس، وسي جي دروب شيبين، فعموماً هناك بعض الإيجابية لهذا النوع، وهي الشحن بعيد المدى وتكلفة المنخفضة. وأقصد بالشحن بعيد المدى هو أنهم قادرون على الشحن إلى المزيد من المناطق، وربما هذه الكلمة خاطئة، والكلمة المناسبة هي تنوع مناطق الشحن، لأن منصات كسلد تريند تتيح لك شحن من بلدان مختلفة. أيضاً السلبيات هي البائعين الأقل شهراء، فهم لا يملكون علاقات مستقرة مع أصحاب المصانع، ويجب أن تبحث بنفسك عن مورد لتعمل معه. إذن لقد تحدثنا عن الأوتهاوس دروب شيبين، فدعني أعطيك مثالاً. والآن هذا هو موقع سلد تريند، لقد قمت ببحث واسع النطاق قبل إعداد هذا الفيديو. هذه هي أحدث منصة، إنها تتوفر على الكثير من المنتجات، تتيح لك الشحن من أي مكان، وتتوفر على جميع أدوات التسويق، التسويق على فيسبوك، ويمكنهم إنشاء إعلان من أجلك، ويتيحون لك استعمال حتى الذكاء الاصطناعي، أيضاً يرونك مكان بيع المنتجات، وحتى حملاتهم الأعلانية. إذن لقد قطعت دروب شيبين شوطاً طويلاً. والآن سأريك ما وراء الكواليس في هذه المنصة، وللإشارة لديهم الكثير من المنتجات، أكثر من 13 مليون منتوج، ويمكن أن تبحث عن المنتجات في اليسار، وبمقدورك البحث عن المنتجات في أماكن مختلفة. لديهم هنا نافذة تدعى دينيكسوس، وباستطاعتك البحث عن المنتجات في متاجر أخرى كذلك، لقد قاموا بدمج علي إكسبرس، سيجي دروب شيبين، وأمازون. على أي سأحدد هوت بروداكت، ودعنا نرى ما يحدث. بالمناسبة، هم يرونك المنتجات الرابحة على تيك توك كذلك، وهذا في النسخة الاحترافية لخطتهم. وما يعجبني هنا هو أنهم يعطونك جميع البيانات. مثلاً هذا المنتج، لدينا غطاء الهاتف، وهو غطاء معدني عالي الجودة. كما ترى، هناك الكثير من المبيعات والطلبات. وبالتالي، فهم يرونك المنتجات الرابحة والمتجر الذي توجد فيه. على أي دعنا نختار منتجاً؟ أعتقد أنك رأيت هذا المنتج سابقاً. ربما رأيته سابقاً على إنسجرام. لقد رأيت الكثير من هذه المنتجات. كما ترى، هذا متتبع جي بي اس. كم هذا رائع؟ عموماً، دعنا ننقر على منتج هنا. سأنقر على غطاء الآيفون هذا. بعدها إنزل إلى الأسفل، وهنا يعطوننا الكثير من البيانات، ويخبروننا بهمش الربح. يعني ما يربحه الناس عندما يشري أحدهم هذا المنتج. ويرونك أيضاً المتجر الذي يبيعه، والمورد الذي يمكن أن تشريه منه. والآن دعنا ننقر على أحد المتاجر التي تبيع المنتج. جيد، هذا هو المنتج، ويتم بيعه في هذا الموقع مقابل 21 دولار. أيضاً هناك مجر آخر يدعى بوب كوم، فدعنا نعينه. ويبيعه بنفس السعر تقريباً، 20 دولار. عموماً، هذا المنتج يبيعه الموردون مقابل دولار واحد، دولار وتسعة عشر سنتان إلى أخيره، وهذه هي مواقعهم. مثلاً، سأنقر على هذا الموقع، وسيتم أخذنا إلى هذا المنتج. كما ترى، موقع علي أكس بريس يبيعه مقابل دولارين وأربعة وسبعين سنتان. للإشارة هذا موقع علي أكس بريس دوت يو اس، وأعتقد أنهم يشحنون مباشرة من الولايات المتحدة، وسنتحدث لاحقاً عن الأماكن التي يجب أن تشحن منها، لكن هذا ملخص عام. على أين شيء موالي الذي يمكننا فعله هو معاينة الإعلانات؟ طبعاً، هذا لن يعمل مع جميع المنتجات. فعندما حاولت القيام بالأمر مع بعض المنتجات، لم تظهر الإعلانات. عموماً، هم يأخذونك إلى فيسبوك، ويتم البحث عن الحملة، وسترى الشركات التي تستعمل إعلاناً معيناً. كما ترى شركة بوب كوم سور، تستعمل هذا الإعلان. وتم إطلاق هذه الحملة منذ 30 من يونيو، وتستعملها جميع هذه المتاجر. أيضاً يبدو أن بوب كوم يعملون بشكل جيد. لقد أطلقوا جميع هذه الإعلانات المختلفة. إنهم يربحون للكثير من المال. فجميع هذه الحمالات مفعالة حالياً. إذن يمكنك الإطلاع على حملاتهم التسويقية، وبمقدورك نسخها وتغيير بعض الكلمات. لكن المهم هو أنك تعرف ما يعمل جيداً في سوق بالضبط. كم هذا رائع؟ لهذا يعجبني هذا الموقع وقمت باختياره. جيد. أيضاً يمكنك البحث عن المنتج في أمازون، وإنشاء فيديو وإضافته إلى المتجر. إذن يعجبني هذا الموقع لأنهم يعطونك الكثير من البيانات. يرونك تكلفة المنتج، سعر البايع، هامش الربح، الموردين، والمتاجر التي تبيعه. كم هذا رائع؟ النافذة الموالية خاصة بشحن المحلي. فإذا أردت أن تقوم بدروبشيبين من بلدان مختلفة، يجب أن تحددها. فهذا عبارة عن فيلتر. حالياً الشحن فقط لأمريكا. وأعرف أن الكثير من المشاهدين سيقولون ديرل، هذا الموقع فقط للأمريكيين. يمكنك استعماله في بريطانيا، أستراليا، البرازيل، فرنسا، إسبانيا إلى آخره. مثلاً إذا حددت الولايات المتحدة، ستجد المنتجات التي تشحن من الولايات المتحدة. وبالتالي ستكون مدة الشحن أقصر من مدة الشحن من الصين. عموماً لقد رأيت فيديوهات عن دروبشيبين من الصين، لكن لا يمكنك القيام بذلك. فلا أحد يريد انتظار المنتج ثلاثة أسابيع. طبعاً يمكن أن تقول لقد أنشأت موقع دروبشيبين وأقوم بالشحن من الصين. لكن هذا بدون معنى. شخصياً لن أنتظر المنتج أسبوعين أو ثلاث، بل أريده الآن. على أين جميع هذه المنتجات تشحن من الولايات المتحدة، ومجدداً بمقدورك رؤية المبيعات، المتاجر التي تبيع المنتج، وحملاتهم التسويقية. فهم يعطونك الكثير من البيانات. وهذا ما أحبه هنا. إذن هذا هو شحن المحلي. بعدها لدينا الموردون. والآن يمكننا تحديد الولايات المتحدة في الفيلتر. وسيظهر لنا الكثير من المنتجات العشوائية. وبمقدورك المرور على هذه اللائحة واختيار ما يناسبك. جيد. بعد هذا لدينا قسم الإدارة. وبمجرد أن تضيف المنتجات، ستظهر في هذا القسم. أيضاً لدينا قسم التسويق. وهذا قسم رائع وسيساعدك على إنشاء الفيديوهات. فإنشاء الفيديوهات يتطلب الكثير من العمل. مثلاً لإنشاء العناصر المتحركة التي تشاهدها في بداية الفيديو، يجب علينا توظيف فنان أدوبي أفتر إفكت. وأن نتحدث معه عما نريد أن يظهر في الفيديو وعن التوقيت إلى آخره. تأعداد هذه الفيديوهات يتطلب الكثير من العمل. تبدو سهلة، لكنها ليست كذلك. على أين كل ما عليك فعله هو إعطائهم الصور وكتابة نص هنا. وسيساعدك الموقع على إنشاء فيديو لأعلاناتك. أيضاً هناك أشياء أخرى، كدورات Dropshipping، دورات فيسبوك، تعديل المتجر، لكنك لا تحتاجه. ولا تحتاج إلى إضافة كروم كذلك. وهناك السيراد المراجعات، لكنها خاصة فقط بمتاجر شوبيفاي. لكن هناك إضافة للووبرس، ستعد لك مئات المراجعات مجاناً. وسنتحدث عن هذا الأمر لاحقاً في قسم الرفع من جودة الموقع. إذن هذا ملخص عام عن سلتريند. وكما ترى، إنها تعطيك الكثير من المصادر لمساعدتك. فهي تضعك على الطريق الصحيح لتسويق موقعك. على عكس المنصات العادية التي تعرض المنتجات فقط. لكن أي شخص يمكنه القيام بذلك. عموماً سلتريند موقع جديد نسبياً. ولقد استغرقت وقتاً طويلاً للعثور عليه. إذن هذا مثال لموقع Outhouse Drawfshipping. طبعاً ما يزال عليك الذهاب إلى منصات أخرى وشراء المنتجات. لكنه ليس أمراً سيئاً. لأنهم يعطونك جميع البيانات. جيد. والآن هذه هي لائحتي لمنصات Dropshipping. وسلتريند هي الأفضل بشكل عام. وتعطيك نتائج رائعة في الباحث وتنوعاً في المنتجات. لكنها منصة جديدة وقد تحدث مشاكل في الموقع أحياناً. لقد استخدمتها وأحياناً تحدث أشياء غريبة. أيضاً هناك Spocket. سأقول أن استعماله أسهل من سلتريند. لكنها مش الربح أقل بكثير. كما ترى سعر جميع المنتجات في هذا الموقع أكثر من خمسة دولارات. إنها باهظة جداً. مثلاً أحد عشر دولاراً. ثمانية دولارات إلى آخره. لكننا رأيناها تباع في سلتريند مقابل دولار أو اثنين. وبالتالي الفرق واضح. ماذا زيندروب؟ إنه مشابه لسبوكيت. لكنهم يسمحون بإضافة الملصق الخاص. وهو أمر رائع. فهم يتواصلون مع الموردين. ويطلبون منهم وضع العلامة التجارية على المنتج عند إرساله إلى العملاء. إنه أمر رائع جداً. ويعجبني كثيراً. وأعتقد أن سلتريند قد تضيف هذا الخيار مستقبلاً. شهد. دعنا نمر إلى صفحة الموالية. فالآن سنتحدث عن أنواع المنتجات التي تباع. وهذا ما توصل إليه البحث. عادة المنتجات الصغيرة هي الأفضل. إذن المنتجات الصغيرة هي الأفضل عادة في الباية. وهذا يتضمن الأساوير الأشياء الجميلة الصغيرة إلى آخره. باختصار المنتجات الصغيرة. لأن شحنها سهل وسريع. وهامش الربح أعلى. عموماً الإيجابية هي سهولة البيع. معدلة إرجاع منخفضة. شحن رخيص. وأرباح عالية. السلبيات ليست كثيرة. فلن ينفق الناس الوقت في إرجاع هذه المنتجات. لنقول أنهم اشتروا منك المنتج ولم يعجبهم. على الأرجح سيحتفظون به. لكن إذا اشتروا مثلاً دراجة بروحة كبيرة أو إضاءة لليوتيوب. ولم تناسبهم على الأرجح سيعيدونها. بعد هذا المنتجات المتوسطة. وهي المنتجات متوسطة الحجم. هامش ربحها جيد. لكن شحنها يمكن أن يكون باهظاً. فيجب أخذ الشحن في الاعتبار عندما تبحث عن المنتجات. مثلاً هذا الحسوب سيكون شحنه باهظاً نوعاً ما. فوزنه ثقيل. وإذا لم يعجبهم سيعيدونه على الأرجح. إذن هذا شيء يجب أخذه في الاعتبار. بعد هذا المنتجات الكبيرة والثقيلة. كالدراجات وعدات نواد الغولف. وهاته الأخيرة رائعة. لأن هوامش الربح جيدة. عموماً المنتجات الكبيرة ليست الأفضل. لكن من السهل أن تضع علامتك تجارية للحصول على المشترين. وهو ما أنصحك به بالنسبة إلى المنتجات الكبيرة. فإذا قررت اتباع هذه الطريقة. ربما ترغب في وضع ملساقك عليها. فقد ترغب في إنشاء علامتك تجارية الخاصة. مثلاً إذا قررت شحن معدات نواد الغولف أو مشابه. وكانوا يبيعونها بكمية كبيرة. يمكن أن تضع علامتك تجارية على المنتج. وتنشئ مجرك الإلكتروني وعلامتك التجارية. وهو ما سيزيد هامش الربح. وهذا شيء جيد. مثلاً سأقول أن هذا منتجي. هذا منتج ديرل ويلسون. كم هذا رائع. إذن هذه إحدى فوائد المنتجات الكبيرة. لأنك إذا وضعت علامتك تجارية على المنتجات لا أحد سيهتم بالأمر. كأن تضعه على سوار. فهو مجرد أداة صغيرة تظهر على تيك توك. جيد. عموماً سلبيات المنتجات الكبيرة هي أسعار الشحن الباهضة. ومعدلات الإرجاع العالية. وهذا عامل جيد أخذه في الاعتبار. بعد هذا أفضل مصادر دروبشيبين. أولاً truckinmall.com إنه موقع رائع يتيح لك إرسال أرقام تتبع إلى زبنائك. فأكثر شيء مزعج فيما يخص العملاء هو أنهم سيرغبون في معرفة أرقام تتبع. ويمكنك استعمال هذا الموقع لإعداد الـ API. وسيتم بعث رسائل تلقائية إلى عملائك تتضمن بياناتهم. الموقع الموالي هو openphone.com. إنه موقع رائع جداً. ويمنحك رقم هاتف ومكان للعمل مع فريقك. مثلاً يمكنك وضع أرقام هواتف عملائك هنا. وستظهر هنا جميع المكالمات ورسائل النصية. وهذا بدل أن تستعمل رقم هاتفك الشخصي. لأنه أمر مزعج جداً. إذن الموقع مفيد جداً. فكل شيء يظهر هنا. جميع أرقام الهواتف موجودة هنا. وهذا يسهل عليك الأمور ويساعدك على تركيز في العمل. جيد. مدى هذا dayviewer.com وهو موقع رائع إذا أردت إنشاء مخطط. أيضاً zoho.com أو gmail business. وهذا موقع يتيح لك الحصول على بريد إلكتروني احترافي. مثلاً أنا أسعمل gmail business. وفيه أنشأت بريدي howdy at daryl wilson.com لأنني أريد الظهور بشكل احترافي. أيضاً يوجد موقع رائع آخر وهو فيفر طبعاً. وهناك الكثير من الجيكس الخاصة بالتسويق. وأعتقد أن أفضلها هو إنشاء البينز. بالمناسبة ستكتشف أن بينترست بمثابة جوهرة مخفية. فالكثير من الناس يقللون من قيمته. لكننا نستعمله لقوالبنا ونربح حوالي ألف دولار دون مجهود. عموماً المنصة رائعة إذا أردت ترويج لمتجرك. وقم بتوظيف شخص ليعد حوالي خمسة آلاف بينت شهرياً. وهكذا سيتم ترويج لمتجرك. وستتلقى الكثير من الزيارات من بينترست. إذن هذه بعض المصادر التي يمكنك استعمالها لمتجرك للدروبشيبين. وهذه هي أساسية الدروبشيبين. لقد تحدثنا عنها جميعاً، فدعنا نتحدث عن سلتريند. والآن هذا هو موقع سلتريند دوت كوم. وهناك رابط في صندوق الوصف إذا أردت الوصول إلى سلتريند. وسأحصل على عمولة صغيرة إذا استعملت رابطي لتسجيل في هذا الموقع. وهو ما يساعدني على إعداد هذه الفيديوهات مجاناً من أجلك. للإشارة، لقد أنفقت الكثير من المال في البحث. لقد أنفقت المال في سبوكيت، زيندروب وهذه المنصة. على أي بمجرد الوصول إلى هنا، انقر على الصار في ترايل، ويمكنك بدء فترة تجربية مجانية. والآن لديهم خطتان مختلفتان، وسأريك الخطتين معاً. توجد هنا خطة إسينشول وبرو كذلك. بنسبة إلى الفرق بينهما، فإسينشول تتيح لك الوصول إلى كل شيء تقريباً، أي إلى جميع الخيارات والمزايا. لكن خطة برو تريك المنتجات الرابحة والمشهورة على تيك توك. فالناس يأتون إلى هذا الموقع ويختارون منتجات معينة لتسويقها على تيك توك. وسيريك الموقع المنتجات التي يتم بيعها. والآن هناك تحذير بخصوص هذا الأمر. فما لا يخبرك به الموقع هو متابعي هؤلاء الأشخاص. فبعض هؤلاء الأشخاص لديهم الكثير من المتابعين. وهذا ما يجعل هذه المنتجات رابحة. فالأمر لا يتعلق بالمنتجات فقط، بل بكل العاملين. فإذا كان لدي عشرة مليون متابع على إنشاغرام ويوتوب، وقمت بالترويج لجهاز تحكم التلفاز أو مشابه، ستكون المبيعات مرتفعة بتأكيد. لكن إذا كان لدي متابع واحد على تيك توك ويوتوب، فلا يهم ما أرويج له. لن تكون هناك أي مبيعات. إذن هذا شيء يجب أخذه في الاعتبار. على أين أنا أنصح باختيار خطة Essential؟ لأنها تتيح لك الوصول إلى جميع مزايا الموقع. لكن يمكنك استعمال الفترة تجربية لترى ما إذا كان الموقع يناسبك. عموماً قم بإنشاء حساب. ستدخل بطاقتك الاعتمانية وتقوم بتسجيل. وللإشارة لديهم ضمان استرجاع المال. فلا تخف من التعرض إلى النصب. يمكنك استرجاع نقودك في أول شهر إذا لم تجد الموقع مناسب لك. وبالتالي ليست هناك أي خسارة في هذه تجربة. على أين بمجرد أن تدفع مقابل الخطة العادية أو أن تستعمل الفترة تجربية فقط يمكنك ربط الموقع مع مجارك. كما ترى توجد Connect Store في الأعلى. فموجودة هنا كذلك. ويمكنك استعمال هذا الخيار لدمج الحساب مع Shopify أو الوكوميرس. ونحن نستعمل الوكوميرس. إذن بمقدورنا دمج الحساب مع مجرنا. أولاً سأضع اسم المجر. وطبعاً هذا فقط لتوضيح الفكرة. مثلاً سأكتب Main Store Daryl. مجر Daryl الرئيسي. أيضاً سنضع الرابط. أنا أستعمل WP Daryl.com. سأنسخه ثم أعود وألصقه هنا. في الأخير أنقر على Connect Store. ولعن إذا كنت قد دخلت مسبقاً إلى الورباس. سيتم المرور عبر ملفات تعريف الارتباط وأخذك إلى هذه الصفحة. وإذا لم تنتقل إلى هذه الصفحة فهذا يعني أنك بحاجة إلى تسجيل الدخول أولاً واستعمال نفس المتصفح. وبمجرد الوصول إلى هنا أنقر على Approve. حالياً يتم إنشاء Webhook في الوكوميرس. ويمكنك عرض هذه المنتجات فيه متجرك. إذن هذا كل شيء. لقد تم ربط موقعك والأمر سهل جداً. بعدها أنقر على Start Add in Product to your store. جيد. والآن دعنا نمر على واجهة إعدادات سل تريند. كما ترى، هذه هي جميع المنتجات التي تباع في موقعهم. أيضاً لديهم شيء يدعى نيكسوس. وهي منتجاتهم الرابحة. لدينا Hot, Trending, Underrise, New. توجد كذلك الأسواق. ويمكنك البيع مباشرة من سوق معين كAli Express وCJ Dropshipping. فبمقدورك المرور على هذه المواقع والحصول على جميع البيانات عن ما هي المنتجات الأكثر مبيعاً في هذه المنصات. مثلاً يمكننا النقر على CJ Dropshipping. وستظهر هنا الكثير من المنتجات الشعبية من CJ Dropshipping. أيضاً منتجات من Amazon.com وهذه بعض المنتجات التي يمكنك بيعها من Amazon. عموماً أمازون أصعب فيما يخص Dropshipping. لكن الأمر يبقى متاحاً. للإشارة سأترك رابط هذه الصفحة في صندوق الوصف. فهناك بعض الشروط إذا أردت القيامة بـ Dropshipping من أمازون. أولاً يجب أن تتواصل مع البائع. ستقول مثلاً مرحباً أريد القيامة بـ Dropshipping من مجرك. وسأضع المنتجات في موقعي. ويجب أن تتفق مع البائع في أمازون. لأنك تحتاج إلى وضع علامتك التجارية على هذه المنتجات. وليس العالمة التجارية للمجر الأصلي. والآن يشرحون الأمر مرة أخرى. يجب أن يتم الاتفاق بين البائع ودروبشيبر. وهو أنت. بعدها سيقوم العميل بالطلب ويتم شحن المنتج إليه بإسمك. والجميع سعداء. والآن أنقر على Dropshipping Policies. ثم انزل إلى الأسفل. ومجدداً يجب أن تحدد هويتك كبائع. وهذا أكثر من اتفاق بينك وبين البائع. فهو سيقوم بشحن المنتجات ويضع بيانتك عليها. إذن يجب أن تضع هويتك في الفواتير كبائع. وهذا شيء عليك أن تأخذه في اعتبارك إذا أردت القيام بدروبشيبر من أمازون. لكن ربما لا يجب أن تقوم بذلك. لأن هناك الكثير من العمل. ويجب أن تتفق مع بعض البائعين. عموماً يمكنك القيام بدروبشيبر من أي من هذه الأسواق. لكن ما أنصح به هو التوجه إلى نيكسوس. والبحث عن المنتجات الشعبية المتداولة أو التي في ازدياد. سأنقر على Hot في نيكسوس. وهكذا ستظهر لك جميع المنتجات التي تباع بشكل جيد. أيضاً خيار تريندين جيد. لأنه يريك الكثير من المنتجات المتداولة. فهذه الفلاتر هي الأكثر دقة عندما تبحث عن المنتجات التي تباع كثيراً. طبعاً قد تصادف منتجات عشوائية خلال البحث. ربما يعرض الموقع المنتجات الخطأ. هذا حدث معي أنا كذلك. على أي دعنا ننقر على تريندين؟ وسأكتب باك في خانة البحث. لأنني أبيع حقائب في موقعي. عموماً لديهم الكثير من الحقائب هنا. ويمكنك معاينة بعض الحقائب التي تباع بشكل جيد. مثلاً سأنقر على هذه الحقيبة شكلها جميل جداً. فهي مقاومة للماء وضد السرقة. إذن دعنا ننقر على هذه الحقيبة للحصول على المزيد من البيانات. والآن متوسط تكلفة هذا المنتج ثمانية دولارات وسبعة وسبعين سنتان. ومتوسط سعر البيع أربعة وثلاثون دولاراً وتسعة وتسعون سنتان. أيضاً يريك الموقع هنا منحنى عدد الطلبات، السعر، التقييمات والمراجعات. ودعنا ننزل إلى الأسهل للحصول على المزيد من البيانات. انزل مجدداً. وهنا يمكنك رؤية المتاجر التي تبيع المنتج. فدعنا نعين هذا المتجر. كما ترى هذا المتجر يبيع المنتج في هولندا مقابل خمسة وثلاثين يورو. جيد. بعدها سنعين هذا المتجر. هذه الحقيبة مشابهة للأولى، لكنني لا أعتقد أنها نفسها. وهذا يحدث أحياناً في الموقع. لذلك أريد أن أكون واضحاً بخصوصه. لكن حتى هنا يباع المنتج مقابل خمسة وثلاثين يورو. والآن أنقر على نافذة الموردين. لنرى من أين يمكننا الحصول على المنتج. مثلاً هذا الموقع يبيعه مقابل ثلاثة عشر دولاراً وتسعة وأربعين سنتاً. بالمناسبة عندما تأتي إلى الموقع تأكد من أنه .us، أي أن الشحن من الولايات المتحدة. فأحياناً عندما تبحث عن المنتجات، حتى إذا قالوا أنها تباع في أمريكا، يجب أن تتأكد بنفسك. لأنه إذا اشار أحدهم منتجاً واكتشفت أن الشحن من الصين، ستتغير مدة الشحن وسعره. وسيستغرق وقتاً أطول. على أين المنتج يباع هنا مقابل ثلاثة عشر دولاراً وتسعة وأربعين سنتاً. وبمقدورنا إضافته إلى مجرنا. ولإضافته إلى مجرك أنقر على Add to Store في الأعلى. جيد، دعنا ننزل إلى الأسفل. بعد هذا لدينا خيار للكسالة مثلي. بمقدورنا أخذ بيانات المنتج من متجر أخرى واستعمالها تلقائياً في مجرنا. وهذا إذا كنت كسولاً جداً، لكن من الجيد أن تعرفه. فإذا كان المنتج يباع في متاجر أخرى، يمكنك استعمال الوصف المستخدم في المتاجر الأخرى. مثلاً، هذا متجر Sonowa. وهذا متجر Wireless Bliss. أعتقد أن هذا ما نريد. كما ترى، هذا هو العنوان الذي يسعملون. لدينا Tags، معلومة عن المنتج، وصور المنتج. كم هذا رأى؟ والآن لدينا هنا سعر البيع، السعر الأصلي. يبدو أن سعر الحالي بمثابة خصم أو مشابه. أيضاً هناك هامش الربح الذي سنحصل عليه، ويمكنك استعمال قواعد تسعير إنشأت. لكنني لا أنصح باستعمالها. فهذا الخيار يحاول إنشاء صياغ تسعير لمنتجاتك. لكنني اكتشفت أنه يحدد أسعاراً غير دقيقة. أعرف أن استعماله يبدو سهلاً، لكن من الأفضل أن تقوم بتسعير منتجاتك. ستكون لديك منتجات قليلة. عموماً يمكن استعمال صياغ مختلفة. لكنني أقوم بتسعير يدوياً حتى أعرف كم سأربح من كل منتج بالضبط. بدل استعمال هذه الجداول. طبعاً بمقدورك استعمالها إنشأت. لكنني أعتقد أنك يجب أن تقوم بتسعير منتجاتك بنفسك. فهي تستغرق دقيقة فقط. أي لا تكون كسولاً جداً. هنحن ذا. سنضع 34 دولاراً. أيضاً لدينا المجموعة. فالرائع في إضافة الوكوميرس هو أنها تعرض الفئات التي أنشأت. ويمكن أن تضعها هنا. مثلاً سأحدد الأكسس ورات. ربما يجب أن أنشئ فئة للحقائب. لكن يمكننا تغييرها لاحقاً في إعدادات الوكوميرس. ليست هناك أي مشكلة. على أياً لدينا هنا المتاجر التي تبيع المنتج. وكذلك مصادر الحصول على المنتج. فهذه هي الشركة التي تبيعها. ومن الضروري أن تحدد المورد صحيح. جيد. بعد هذا أنقر على Edit Variant. ولديه معدة متغيرات. اللونان الأسود والبني. كم هذا رائع. أيضاً سأغير السعر هنا إلى 50 دولاراً. وسأضع 50 دولاراً في الخانة الثانية كذلك. في الأخير أنقر على Confirm Changes. وهكذا يمكننا تعديل السعر. بمجرد الانتهاء أنقر على Push to Store. عفواً يجب أن نحدد صور. سأحدد بعض صور هنا. مثلاً سأحدد أربعة. وأعتقد أن المنتج أصبح جهيداً. فدعنا ننقر على Push to Store. جيد. حالياً يتم سيرد المنتج. وسيكون متاحاً مع منتجاتي بمجرد الانتهاء. رائع. إذن لقد وضعت المنتج في المتجر. فدعنا ننقر على View Store. ها نحن ذا. لدينا هنا المنتج. وكما ترى لقد تم سيرد العنوان. عموماً شيء الوحيد السيء في هذا الأمر هو الوصف. هذا هو الوصف المفصل. ربما يجب علينا نسخ هذا النص والذهاب لتعديل المنتج. انقر على Edit Product. وسنضيف هذا النص في الوصف المختصر. إذن ليست هذه أفضل إضافة. لكنها توفر لنا بعض البيانات على الأقل. على أين سألصق النص هنا؟ وبمجرد أن تدخل الوصف المختصر للمنتج. آخر خطوة هي تحديد عدد المنتجات المتاحة في المخزون. أعرف أن الأمر مزعج. لأنهم يضعون صفراً تلقائياً. لكن في نافذة Variation المتاحة فقط في المنتج المتغير. أي المنتج الذي يتوفر على عدة متغيرات. يمكن أن تضع عدد المنتجات في المخزون. سأضعه 20. وسأحدد الكمية في الحقيبة البنية كذلك. لأنهم يضعون صفراً تلقائياً. وبالتالي نحتاج إلى وضع عدد المنتجات في المخزون. بمجرد الانتهاء انقر على Update. بعدها انقر على View Product. فنحن ذا. هذا هو المنتج. لدينا الوصف. ويمكن للناس الاختيار من بين المتغيرات. فهناك الأسود والبني. إذن لقد سوردنا منتجاً في مجرنا بنجاح. وسعره 50 دولاراً كما حددناه. أيضاً لدينا الوصف المفصل. ويمكننا معاينة المراجعات. وهو ما سنمر عليه لاحقاً. وتوجد المنتجات ذات الصلة كذلك. إذن هكذا يمكنك السيراد منتج من Sell the Trend. أعترف بأن هناك القليل من العمل. وأتمنى لو كان الموقع تلقائياً أكثر. لكن إعداد المنتج يستغرق بضعة دقائق فقط. كما ترى صفحة المنتج جميلة جداً. ويوجد العنوان، الوصف، السعر، أي كل شيء. لكنني أتمنى لو كان الموقع تلقائياً أكثر. فهذه أحد العقبات. لكن ما زال بإمكانك الوصول إلى الكثير من مصادر وبيانات المنتجات التي تبيع في موقعك. إذن لقد سوردنا هذا المنتج، ولقد أشرت إلى أننا يجب أن نغير الفئة. جيد، توجه إلى Product، ثم أنقر على Categories. وسأغير فئة الأكسسوارات إلى الحقائب. سأكتب Backs، ثم أنقر على Update Category. جيد، هذا كل شيء. رائع، إذن لقد سوردنا منتجاً، وحالياً يمكننا السيراد آخر. لكن يجب أن نتخلص أولاً من جميع المنتجات التجريبية. مجدداً هذا هو منتجنا، والآن دعنا نضيف منتجاً آخر. أولاً دعنا نعود إلى Seller Trend، سأغلق هاته النفذة، لكن ماذا يجب أن نستورد يترى؟ مثلاً هاته حقيبة خصر جميلة. بالمناسبة من الجيد تسويق للنساء، فهن اللواتي يشارين الأشياء باستمرار. أموماً دعنا ننقر على هذا المنتج، ودعنا نرى ما يحدث. المنتج يكلف دولارين، وهذا ما أتحدث عنه هنا. على أي ننزل إلى الأسفل؟ وهنا لدينا المتاجر التي تبيع المنتج. دعنا نلقي نظراء. هذا هو المنتج. لكن هل هو نفس المنتج؟ نعم، إنه نفسه. لكنهم لم يستعملوا نفس الصورة. أيضاً يمكننا معاينة هذا المتجر. المنتج يباع هنا مقابل 32، إذن يبدو أن المنتج يباع بشكل جيد، وهامش الربح جيد كذلك. فدعنا نستورد هذا المنتج أيضاً. لكن أنقر أولاً على Suppliers. ودعنا نتأكد من أن الموردين متاحين. فأحياناً عندما تنقر على الموردين، يتم أخذك إلى المنتج الخطأ. لكن ها نحن ذا. سعره 3 دولارات وتسعين سنتان، وهو جيد بالنسبة لي. لذلك سنستورده. عموماً هذا المورد يبيع المنتج، لكن دعنا نتأكد مجدداً من أن شحن من الولايات المتحدة. فرابط الموقع يحتوي على .us. جيد. والآن دعنا ننقر على Add to Store. رائع. وهنا لدينا عدة متاجر مختلفة، وبمقدورك استعمال الوصف كله إنشات. إذا أردت اتباع هذه طريقة فلكذلك. على أي سأحدد هذه الصور، يبدو أن هذا منتج متغير. لأنه يتوفر على عدة متغيرات مختلفة. والآن هناك شيء لم نتحدث عنه بعد، وهو الذكاء الاصطناعي. فبمقدورك إنشاء الكثير من المحتوى باستعماله إنشات. يمكنك إضافة رموز تعبيرية. والأمر الرائع هو أنه بمجرد أن تنشئ وصف المنتج، سيتم إنشاء موارد تسويقية حتى تقوم بالتسويق لمنتجك. فنحن ذا. لدينا عنوان المنتج، ويوجد خيار لتزويد محرك الذكاء الاصطناعي بالكلمات المفتاحية. سأكتب easy to use waste back، ثم أكتب tough and free في الكلمات التي يجب تجنبها. أيضا أشر على add features and benefits، وسأحدد مقنع في أسلوب الكتابة. ودعنا نرى ما سيعطينا هنا. سنقوم بإنشاء المحتوى بالنقر على generate. جيد. كما ترى لقد أنشأ الخيار، وهو يحتوي على الكثير من المعلومات. كم هذا رائع؟ يعجبني هذا الجزء. أعتقد أنه مناسب للوصف المختصر. أيضا لدينا الخيار الثاني، ويوجد الخيار الثالث كذلك. أنا أحب هذا الخيار كثيرا. في الحقيقة سأستعمل هذا المحتوى. تعجبني الرموز التعبيرية. إذن لقد انتهينا. انقر على use this، وسنغلق هذه النفذة. جيد. لقد نسخت ولسقت هذا المحتوى. وسأستعمل هذا الجزء في الوصف المختصر. أيضا لدينا سعر البيع في خيار selling price، ويوجد السعر الأصلي كذلك. لكن يبدو أنه لا تتم مزامنة هاته الأسعار مع مجرنا. وعموما سعر البيع جيد. أيضا لم تتم مزامنة الفئات بعد في خيار المجموعات. لقد وضعنا فئة الحقائب سابقا. لكن ما زال لدينا فئة الأكسسوارات هنا. مجددا سأتأكد من أن المنتج متاح. أعتقد أن الموريد الذي كنا سنستعمل هو دوفلي. إذن سأحدده هنا. جيد. السعر هو 3.90 سنتان. نعم 3.90 سنتان. يجب أن نتأكد من كل شيء مرتين. وبمجرد الانتهاء دعنا نضيف المنتج إلى المتجر. سأنقر على push to store. بعدها أنقر على edit product. وسننتقل مباشرة إلى هنا. والآن هناك بعض الأشياء التي ربما يجب تغييرها. يبدو أن الرمز التعبيري لم يظهر هنا. أيضا أريد إضافة الوصف المختصر هنا. سأقوم بلصقه كم هذا الرعاة. لقد حصلنا على الوصف. عموما نحن نستعمل منتجا متغيرا. فهذا ليس منتجا مستقلا. بل هناك متغيرات. لذلك يجب أن نذهب إلى نافذة المتغيرات. بالنسبة إلى الأصفر أسعر العادي هو 57 دولارا وتسعة وتسعون سنتان. يبدو أنه يستعمل الميزة التي افترضنا أنها موجودة. وهي رائعة جدا. أيضا سأضع 100 في كمية المخزون. جيد. ونفس الشيء بالنسبة إلى الأحمر. سأضع 100. لا يجب أن نضع 8300. هذا غير مناسب. عفوا. ونفس الشيء بالنسبة إلى الأخضر. سأضع 100 في الكمية. أيضا لدينا فئة الحقائب هنا. ويبدو أن المتجر لم يقم بمزامنة فئة الأكسسوارات بعد أن غيرناها في الوكوميرس. لكن لا تقلق. لقد تمت إضافة المنتج إلى قسم الحقائب في موقعنا. جيد. يبدو أن كل شيء أصبح جاهزا. أعتقد أننا انتهينا من كل شيء. لدينا صورة المنتج. في الأخير أنقر على Update. جيد. دعنا نعين المنتج. رائع. هذا هو المنتج. لدينا صورة الفوائد المزايا. ويمكننا اختيار اللون الأخضر، الأحمر أو الأصفر. كم هذا الرائع. كل شيء يعمل جيدا. ويمكننا إضافة المنتج إلى العربة. وبمقدورنا معاينة العربة كذلك. أيضا لدينا الوصف. وتوجد علامة استفهام هنا. ربما يجب أن نتخلص منها. وسبب وجودها هو أن الورد بريس لا يدعم جميع الرموز تعبيرية. لذلك يجب أن نتخلص من علامة الاستفهام هاته. على أي لدينا المنتجات ذات الصلاة؟ وكما ترى كل شيء يظهر بشكل رائع. إذن يمكنك المرور على جميع المنتجات في هذه المنصة. وابحث فيها جيدا عن المنتجات التي تناسبك. ولقد أريتك كيف تسورد هذه المنتجات في فئات. وبمقدورك حاليا بدء المغامرة وإضافة أي منتج إلى متجرك لدروبشيبين. جيد. والآن دعنا نتحدث عن تلبية الطلبات. فإذا قمت بعملية بيع في متجرك، سأريك كيفية تلبية هذا الطلب. ومجددا أنا أعطيك هنا الأساسية فقط. وسنتحدث لاحقا عن تسويق وعن كيفية زيادة عملائك. لكن دعني أشرح لك كيفية تلبية الطلبات بمجرد أن تقوم بعملية بيع. عموما لدينا قسم الإدارة، وبمجرد أن تقوم بعملية بيع ستظهر في نفذة الطلبات. وستتلقى كذلك رسالة في صندوقك البريدي تخبرك بالطلب. على أي بمجرد أن تتلقى طلبا، اذهب إلى نفذة الطلبات، وإليك طريقة تلبية الطلبات. لكن يمكنك القيام بالأمر من هنا كذلك. لنقل أنك تبيع هذه الحقيبة. كل ما عليك هو النقر على fulfillment source، وسيتم أخذك إلى مكان شراء المنتج. طبعا، يجب أن تنشئ حسابا في علي إكسبرس. لكنني سأنقر هنا على buy now، وسأقوم بتشجيل الدخول. جيد، كما ترى يوجد عنوان الشحن. يجب أن تدخل عنوان شحن المشتري، أي يجب أن تنقر على change، ثم تدخل عنوان شحن العميل. أيضا هنا ستضع بطاقتك الائتمانية لشراء المنتج. ولدينا صورة المنتج الحالي. ويوجد كذلك السعر، الشحن، والضريبة. وكل ما عليك فعله هنا هو النقر على pay now. وهكذا ستقوم بشراء المنتج. إذن هكذا يجب أن تشري المنتج. وهناك خطوة أخرى أنصحك بضرورة القيم بها، وهي إخبار هذه الشركة. فأحيانا عندما تقوم الشركة بشحن المنتج، يرسلون معه الفاتورة الأصلية. وهي تتضمن سعر المنتج، لكنه سعرهم. لذلك يجب أن أتواصل معهم وأخبرهم بأن هذا طلب دروبشيبين. ولا يجب أن يتضمن الفاتورة الأصلية. سأقول لهم لا تضعوا وصل الشراء. لأن عملائك يمكن أن يروا أن سعر المنتج مختلف، وهو ما قد يغضبهم. وسيقولون لك ما هذا يا رجل؟ لما أدفع أكثر من سعر المنتج؟ إذن أخبرهم فقط بأن يتخلصوا من الفاتورة الأصلية، وبأن هذا طلب دروبشيبين، وأن لا يتضمن الطلب أي وصل شراء. إذن هكذا يجب أن تقوم بتلبية الطلبات باستعمال سلدر تريند. والآن هناك خيارات أخرى في قسم الإدارة، كنافذة كونكشنز التي تريك الموقع الذي ربطت مع حسابك. أيضا هناك نافذة حسابات طاقم العمل، فبمقدورك إنشاء فريق عمل ودعوتهم للدخول إلى سلدر تريند، وتوجد كذلك لائحة المنتجات التي ستسوردها. يمكنك إضافتها هنا حتى تسوردها لاحقا، فهي عبارة عن لائحة انتظار، وبمقدورك أن تضيف إليها جميع المنتجات التي تصادفها. إذن هذا ملخص للطلبات وكيف تقوم بتلبيتها. جيد، والآن أريد المرور على الجانب التسويقي لهذا العمل. لقد أشرت سابقا إلى هذا الفيديو كرييتور، أيضا هناك الأودينس بيلدر، والإنجيجمنت كالكوليتور. وسنمر على بعض هذه الأدوات لأريك كيف يتسعمالها. أولا لدينا الفيديو كرييتور، ولأكون صادقا أعتقد أن المنتجات تتوفر على فيديوهات مما يعده الفيديو كرييتور الذي يزودوننا به. مثلا لدينا مشوات اللحم المعدنية هاته. وإذا نقرت على المنتج، يمكنك تحميل فيديو أعده مسبقا. عموما سأنقر على زر تشغيل، وها قد تم تشغيل الفيديو. كما ترى، هذا هو الفيديو. والأمر الرائع هو أنك قادر على تحميله واستعماله في إعلانتك المستقبلية. إذن هذه إحدى الطرق التي يمكنك استعمالها إذا أردت تسويق منتجك، يعني في حملاتك تسويقية طبعا. أيضا بمقدورنا إنشاء فيديو، وعندما تنقر على المنتج ستجد فيسبوك أدس، ويمكنك البحث عنه في أمازون، في يوتيوب، وإنشاء فيديو كذلك. عموما أنقر على كرييت فيديو في اليمين. والآن يجب علينا اختيار صور للمنتج. لدينا عدة صور مختلفة. سأحدد هذه الصور. والخطوة الموالية هي إضافة نص في شريط العلوي، في شريط السفلي، نص للهاية الفيديو، واسم العلامة التجارية. مثلا سأكتب You Must See This. ثم أضع رمزا تعبيريا. بعدها سأكتب Cooking Made Easy. وسأضع هذا الوجه السعيد. أيضا سأكتب في نص نهاية الفيديو Link in Description. ثم أكتب ديرل ويلسون في علامة التجارية، فقط لتسهيل العمل. جيد، إذن لقد أضفت النص في الوصف؟ بعدها يمكننا تحديد الموسيقى. لا أدري ماذا يجب أن نختار هنا. يجب أن يكون شيئا مناسبا للطبخ. مثلا سأحدد Summer. بعدها لدينا عدد ثواني لكل صورة. ويمكننا اختيار عدد الصور. لذلك حددنا هذه الصور. وبمجرد الانتهاء، انقر على Create Video. وحاليا سيتم إنشاء فيديو يمكنك استعماله في حملتك التسويقية. كم هذا رائع؟ جيد، هذا هو الفيديو. سأقلل الصوت. وكما ترى لدينا You Must See This في أعلى الفيديو. وCooking Made Easy في الأسفل. جيد، دعنا نمر على الصور. كم هذا رائع؟ مدة الفيديو حوالي 23 ثانية. ولدينا هنا Link in Description. وبمقدورك نقر على زر تحميل الفيديو. وهذا هو الفيديو الجديد الذي يمكنك استعماله في حملتك التسويقية. أيضا باستطاعتك رؤية مصادر الصور. فهم يسعملون صورا من عدة مواقع مختلفة. لكن جل هذه المواقع تحصل على نفس الصور من نفس المورد. إذن هذا هو الفيديو Creator باختصار. شخصيا أعتقد أنه جيد. لكنني سأقوم بتحميل الفيديو الذي تم إنشاؤه من أجلنا تلقائيا. مثلا لدينا آلة تقطيع الخضار. يبدو أنهم لا يتوفرون على فيديو. للأسف لا تتوفر جميع المنتجات على فيديوهات. على أي سأنقر على هذا المنتج لقد حصلنا على فيديو؟ جيد. دعنا نقوم بتشغيله. بالمناسبة أحيانا تتضمن هذه الفيديوهات نصوصا بالصينية. وهذا من أكبر السلبيات. لكن أحيانا أخرى يتضمن الفيديو ممثلين. كما ترى لقد أنشأوا حملة من أجلك. وكل ما عليك فعله هو تحميل الفيديو عبر النقر على Download. ثم قم بإضافته إلى حملتك التسويقية. بعد هذا لدينا فيسبوك أوديونس بيلدر. وهذه الأداة ستوفر لك الكثير من المال. مثلا لنقل أننا نبيع حقائب صفر. وتريد البحث عن الناس المهتمين بحقائب الصفر. وما ستفعله منصة سل التريند هو أنها ستبحث عن هؤلاء الناس. والآن عندما تقوم أنت بتسويق في أماكن كفيسبوك أو إنسجرام. هذه هي الفئات التي ينصحونك بالسهدافها للوصول إلى الناس الباحثين عن حقائب الصفر. لدينا فئة الصفر، السياحة، الصفر والترفيه، ومواقع الصفر. وفي الاهتمامات لدينا العطل، السياحة، المسافرون بالسمرار، مغامرة الصفر والإجازة. فعندما تقوم بتسويق في عدة مواقع، سيسألونك عن الاهتمامات وعن الفئة المسهدفة. وإليك مواقع قد يكونون مهتمين بها. فإذا كانوا يبحثون عن بوكين دوت كوم، ربما يرغبون في معاينة حقائب الصفر كذلك. أيضاً دعنا نبحث عن المقلات. جيد، والآن لدينا جوردون رامزي، فود نتورك إلى آخره. كما ترى إنهم يزودوننا بالكثير من المعلومات، وهي دقيقة جداً. فبعد أن شاهدت أنا وصديقتي برنامج هيلز كيتشين لجوردون رامزي، شعرنا بالرغبة في الطبخ، لقد أردنا استعمال أدواته في الطبخ. لذلك ينصح الموقع بجوردون رامزي. أيضاً لدينا الاهتمامات، العلامات التجارية، المواقع والصفحات، المجلات، الجمعيات، البرامج التلفزية والأفلام، وشخصيات العامة. إذن الـ Audience Builder طريقة رائعة لتحديد الفئة المستهدفة بدقة. وجرب استعمالها لتقلل المبالغ التي يجب أن تنفقها عندما تقوم باختبارات ألف باء الانقسامية لإعلانات حملاتك تسويقية. مدى هذا لدينا الـ Engagement Rating Calculator. وهذا سيساعدك على تحديد ما إذا كان الأمر يستحق أن توظف مؤثراً. إذا قررت استعمال طريقة المؤثيرين لترويج لمنتجاتك. والآن كل ما عليك هو إضافة أحد صناع المحتوى. مثلاً لقد اخترت هذا عشوائياً من تيك توك ويدعى سامي مونتجومس. وحالياً أريد أن أرى ما إذا كان هذا الشخص مناسباً في حال قمت بتوظيفه. أموماً سأنقر على هذا الفيديو. سأوقف تشغيله بشكل سريع لأنه اشتغل تلقائياً. كما ترى حصل الفيديو على 20 ألف مشاهدة. 988 أعجباً. وسبعة تعليقات. وما يجب أن نفعله حالياً هو الذهب إلى هاته النفذة. ودعنا نرى ما هو معدل تقييم هذا المؤثر. أولاً لدينا 20 ألف مشاهدة. كم إعجباً لديه؟ 988 أعجباً. وتوجد كذلك سبعة تعليقات. أيضاً عدد المشاركات. هذا ليس عدد المشاركات. بل هذا هو. أنا لست معتاداً على تيك توك. أعتقد أن هذا هو عدد المشاركات وهو 25. في الأخير أنقر على Get Engagement Rating. كما ترى معدل تقييم هذا المؤثر جيد جداً. إذن هذه الأداة يمكن أن تساعدك على معرفة ما إذا كان يجب أن توظف مؤثراً. ولدينا كذلك هذا الخيار من فيديك. وهو يعطيك المزيد من التحليلات بخصوص المؤثرين. إذن هذا هو Engagement Rating Calculator. فهو يريك ما إذا كان التفاعل جيداً في صفحات المؤثرين. ويستحقون توظيفهم للإعلانات. إذن هذا هو قسم التسويق باختصار. أيضاً هناك شيء آخر أنصح به. فبما أننا نستعمل البطاقة الإتمانية. أنصحك بالحصول على بطاقة إتمانية لسرداد النقود. أنا حالياً لدي بطاقة إتمانية لسرداد النقود. لكنني أريد بطاقة إتمانية تتوفر على مكافأة. أو نحصل من استعمالها على بعض الفوائد. مثلاً إذا استعملت بطاقة دافع. أولاً لن تقوم ببناء الإتمان الخاص بك. وثانياً لن تسترد أي شيء مما أنفقته على مشارياتك. على سبيل المثال، ويلز فارغو تعيد إليك 2%. بينما البطاقات التي توفر حوالي 5% هي توفرها لشركات محددة وليس للمشاريات اليومية. عموماً أنا لدي Chase Freedom. وكذلك Chase Sapphire. لأنها تغطي رسوم المعاملة الأجنبية. إذن يمكنك اختيار بطاقة إتمانية. وعندما تشتري جميع هذه المنتجات، استعمل بطاقة إتمانية تتوفر على فوائد أو ميزة استرداد المال. وهكذا ستحصل على المزيد من المال عندما تشتري المنتجات. فهذه طريقة أخرى لزيادة هوامش الربح. مثلاً، ويلز فارغو توفر ميزة استرداد 2% من المال. وبالتالي ستسترد 2% من أي مبلغ أنفقته. وهو ما سيزيد همش الربح لديك. لكن إذا سألتني عن أي بطاقة إتمانية تستعمل، فأنا تعجبني تشيس. أعتقد أنها إحدى أفضل البطاقة الإتمانية. فهي كبطاقة إتمانية لا تقوم بتفقد الحسابات كثيراً. أيضاً لا تعجبني ويلز فارغو، لأنني أشعر أن حدودهم صغيرة جداً. لقد حصلت على موافقة تشيس. وعادةً الحدود هي 20 ألف دولار أو ما شابه. لكن بالنسبة إلى كابيتل وان وباقي البنوك، فالحدود دائماً حوالي ألف دولار. وهذا إهدار للوقت في رأيي. إذن يجب أن تحصل على بطاقة إتمانية تزيد هامش أرباحك عندما تشري منتجات من علي أكس بريس أو أي موقع آخر. والآن لقد فهمنا دروب شيبين، فدعنا نعود خطوة إلى الخلف ونعود إلى مجارينا. وسأريك في هذا الجزء من الفيديو كيف ترفع من جودة مجارك. سنقوم بإعداد سيو، دمج الموقع مع جوجل، وتأكد من أنه سريع. وسبب القيام بهذا الأمر هو أنني إذا أحضرت مليون زيارة لموقعك غداً، كم ستربح من المال؟ هل سيجدون أن الموقع بطيء؟ هل هناك نوافذ منبثقة؟ استمارة الاشتراك في النشرة؟ يجب التأكد من أن كل شيء جهز قبل بدء حملتك تسويقية. فهكذا قد تخسر الكثير من المال. إذن في هذا الجزء من الفيديو سأريك كيف ترفع من جودة موقعك. والآن هناك إضافة لكل شيء في الوربس، وهو أمر رائع جداً. عموماً توجه إلى بلوغينز، ثم أنقر على أد نيو. وأنا شخصياً أستعمل نفس الإضافة في موقع درلويسن.com، وسأكتب جوجل في خانة البحث. هذا كل شيء، فقط جوجل. هذه هي الإضافة وتدعى سايت كيت با جوجل. والأمر المضحك هو أنها كانت سيئة جداً في البداية، لكن قاموا بتحديثها عدة مرات، وكل شيء فيها مجاني. كل ما عليك هو دمجها لتحصل على جميع التحليلات في وجهة أعداداتك. على أين قم بتثبيتها، ثم أنقر على أكتيفيت. والآن لدينا هنا سايت كيت، وكل ما علينا فعله هو النقر على Start Setup. بعد هذا نحتاج إلى إعداد إضافة سايت كيت. وتأكد من ربط الموقع مع جوجل أناليتيكس، فهو يريك زيارة الناس الذين يأتون إلى موقعك وأماكنهم. أيضاً هذه الإضافة مدمجة مع جوجل سيرج كونسول. وبالنسبة إلى من يريد تشغيل موقع تسويق بالعمولة، يمكنه دمج جوجل أدسنس مع هذه الإضافة. على أين أنقر على Sign in with Google؟ مدى هذا يجب أن تتسجل في جوجل. وهذا ضروري لتحصل على حساب في جوجل أناليتيكس، وكذلك في جوجل سيرج كونسول. عموماً إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إن شاءه. لكن بما أنني أملك واحداً، سأدخل إليه باستعمال جوجل. سأنقر على حساب الجيميل، ثم على Continue. بعد هذا نحتاج إلى تأكيد الملكية. وهكذا سيتم التحقق من ملكيتنا للحساب. وهو أمر رائع جداً. فسابقاً كان يجب أن تحصل على كود برمجي، ثم تضعه في ثيمة. على أين أنقر على Verify، بعدها أنقر على Allow، لسماح بعرض تحليلات في الواجهة الخلفية لموقعك. أيضاً سنقوم بإعداد جوجل سيرج كونسول عبر النقر على Setup، ثم أنقر على Next. والآن أول شيء يجب أن نفعله هو ربط الموقع مع جوجل أناليتكس. وأنا أفترض أن الكثير من المتابعين لا يملكون حساباً. والأمر الرائع هو أنك قادر على إنشاء حساب جديد باستعمال إضافة جوجل سايتكيت. إذن قم بإنشاء حساب جديد. كما ترى، لقد تم إنشاء الملكية من أجلنا. وسأكتب Dropshipping Web site في خانة الحساب. أيضاً يجب أن تضع البلد، ثم أنقر على Create Account. جيد، سأدخل إلى الحساب مجدداً. ثم أنقر على Continue. والآن سيتم أخذنا إلى موقع جوجل أناليتكس. وكل ما عليك فعله هو الموافقة على شروط الخدمة. ثم أنقر على I Accept. جيد، بعدها أنقر على Go to my dashboard. ولقد تم ربط موقعنا بالكامل مع جوجل أناليتكس. ويخبرنا هنا بأن موقعك يحتاج إلى 72 ساعة لعرض البيانات. أيضاً إذا نقرنا على Google Site Kit في اليسار، سنجد الزيارات، المحتوى، سرعة الموقع، وGoogle AdSense إذا قمت بدمجه مع موقعك. وستجد هنا المال الذي تربحه من التسويق بالعمولة. توجد كذلك الإعدادات. ويمكنك معاينة هذه الخيارات هنا إنشات. كما ترى، لقد تم ربط الموقع مسبقاً مع Google Search Console، وكذلك Analytics وPageSpeed Insights. أيضاً هناك المزيد من الخدمات كAdSense والTag Manager، لكن الكثير منكم لا يحتاجون إليها. فهذه هي المزايا الضرورية التي أردتك أن تقوم بتثبيت الإضافة من أجلها. إذن لقد ربطنا الموقع مع Google، وشيء الموالي الذي علينا فعله هو دمج إضافة SEO. وسنقوم بالرفع من جودة موقعنا في نتائج البحث. وسنرسل خريطة الموقع إلى Google حتى تقوم بفهرسته في محرك البحث. فالآن توجد عدة إضافات SEO يمكنك استعمالها، وهناك جدالات محتدمة عن أفضلها، لكنني سأريك اللائحة، ويمكنك الحكم بنفسك. عموماً سأكتب SEO في خانة البحث. وهذه الإضافات الثلاث هي الأكثر شعبية. هناك يوست، رانك ماث، وأولين وان سيو. في رأيي أشعر أن الرانك ماث هي الأسهل، وسعرها معقول أكثر. لكن يوست هي الأقدم، وهذا شيء يجب أخذه في الاعتبار. أيضاً أولين وان سيو إضافة جيدة للغاية، ولدي فيديو كامل عن هذه الإضافة إذا أردت استعمالها، وهو يمر بتفصيل على النسختين المجانية والاحترافية. لكنني سأسعمل الرانك ماث في هذا الفيديو. أولاً أنقر على Install Now، ثم على Activate. والآن يطلبون منا ربط حساباتنا، لكنه ليس أمراً إلزامياً إذا لم ترغب في فعله. لذلك سأكتفي بالنقر على Skip Now. لكن طبعاً إذا أردت إنشاء حساب في رانك ماث فلا كذلك. والفائدة الوحيدة منه هي أنهم يعرضون لك بعض التحليلات من إضافة رانك ماث. لكن بما أننا ثبتنا جوجل سايت كيت، فنحن لا نحتاجها بالضرورة. على أين سأحدد إيزي، ثم أنقر على Start Wizard. جيد. والآن ما هو نوع موقعك؟ أعرف أن جل الناس في أمريكا يسمون المواقع التي تبيع على الإنترنت متاجر إلكترونية. لكن في أوروبا وأسيا يميلنا إلى تسميتها بويب شوب. وبالتالي فويب شوب هنا تعني مجراً إلكترونياً. بعدها لدينا نوع المشروع. يجب أن تحدد نوع المشروع التجاري المناسب لك. دعنا نرى ما إذا كانت لديهم التجارة الإلكترونية هنا. لكنني سأترك Organization. والآن لدينا اسم الموقع، وسأكتب WP Dental. أيضاً لدينا الاسم البديل للموقع. فإذا كان لموقعك اسم آخر، يمكنك وضعه هنا. بعدها لدينا الشعار الذي سيظهر في جوجل. وهو مهم جداً. فإذا بحثت في جوجل، ستلاحظ أنها تعرض أيقونات إلى جانب أسماء المواقع. وبالتالي سيظهر هذا الشعار في نتائج بحث جوجل. إذن قم برفع شعارك. مثلاً سأحدد هذه الصورة. جيد. بعدها توجد صورة التلقائية للمشاركة على شبكة الاجتماعية. فهذه هي الصورة التي ستظهر عندما يشارك الناس موقعك على شبكة الاجتماعية. كتويتر، فيسبوك أو لينكدين. إذن بمقدورك رفع صورة هنا. وطبعاً يجب أن تستعمل صورة تمثل شركتك. أنا أستعمل فقط صوراً من الإنترنت. فهذه ليست واقعية. ولتوضيح يجب أن تستعمل صورة تريد أن يراها الناس عندما يشاركون موقعك. جيد. بعدها أنقر على Save and Continue. ثم سننزل إلى الأسفل ونكتفي بالنقر على Skip Step. رائع. لقد أصبح موقعنا جهزاً. فدعنا ننقر على Return to Dashboard. جيد. إذن لقد قمنا بربط موقعنا مع Rank Math. وبعد هذا سنقوم بإرسال خريطة موقعنا. أولاً، أنقر على Sight Map Settings. وهذه هي خريطة موقعنا. فهذه الإضافة تنشئ خريطة موقع من أجلنا. عموماً، أنقر على هذا الرابط. وكما ترى، إنه يعمل. والآن سأقوم بنسخ هذا الرابط. ثم نذهب إلى Google Search Console لإرسال هذه الخريطة. أولاً، سأفتح نافذة جديدة. ثم أكتب Google Search Console. ودعنا ننقر هنا على Google Search Console. ثم على Start Now. ويجب أن تدخل بالبريد الذي استعملت لربط موقعك مع إضافة سايت كيت. طبعاً، هذا نفس البريد الذي استعملت أنا. ويجب أن يظهر لك الموقع هنا في اليسار. ما هو ذا؟ WPDural. كما ترى، لقد تم إنشاء ملكية من أجلنا. فدعنا ننقر عليها. كما ترى، لدينا Sight Maps في اليسار. وسنقوم بإرسال خريطة الموقع. لكن دعنا نحذف هذا الجزء من الرابط. وحالياً لدينا Sitemap.index.xml. وسننقر على Submit. جيد، انقر على Got It. وكما ترى، لدينا رسالة نجاح العملية. وإذا حدث أي خطأ، كل ما عليك هو تحديث الصفحة. وستظهر لك ساكسس. إذن لقد دمجنا موقعنا مع Google. وكذلك مع Search Console. ولقد أصبحت Google تعرف أن موقعنا موجود على الإنترنت. وخلال يوم إلى أربعة أيام، ستتم فهرسة كل شيء. وسيبدأ الموقع في تصدر نتائج بحث Google. لكن هناك أشياء نحتاج إلى فعلها بعد إرسال خريطة الموقع. أيضاً، هذه الإضافة تريك شكل موقعك في محرك البحث. ومن المهم أن تركز على كلمات مفتاحية محددة. عموماً سأذهب إلى صفحة رئيسية، ثم أنقر على Edit Page في الأعلى. جيد، والآن لدينا المزيد من الخيارات في أعلى اليمين. أولاً، أنقر على Rank Math. كما ترى، لدينا Preview في اليمين. وسأنقر على Edit Snippet. وهنا يجب أن ترفع من جودة موقعك في محركة البحث. كما تلاحظ، هم يسعملون محتوى تجريبياً فقط، لكننا لا نريد ذلك. بل نريد عرض معلومات مناسبة لموقعنا. مثلاً، سأكتب The Best. أعني أنك يجب أن تكتب شيئاً مناسباً لتخصصك. أنا أبيع الحقائب. لذلك سأكتب The Best Bags Store، أفضل متجر حقائب. أيضاً سأكتب Get the latest bags for men and women here. The Best Bags on Earth أحصل على أحدث الحقائب للرجال والنساء هنا. أفضل الحقائب على وجه الأرض. طبعاً، لقد فكرت في هذا المحتوى للتو. لكن كما ترى، أنا أريد استهداف كلمات مفتاحية كأفضل الحقائب، حقائب للرجال، حقائب لنساء، إلى آخره. لأنني أملك متجر لبيع الحقائب. لذلك أريد التركيز على هذه الكلمات المفتاحية. وقد يتصدر موقعي نتائج البحث فيها. أيضاً سأضيف Best Bags Online. أفضل الحقائب على الإنترنت. جيد، أعرف أن هذا العنوان يبدو عادياً، لكنه جميل جداً. أفضل متجر حقائب على وجه الأرض. إنه مثير للإهتمام، وقد يدفع الناس إلى تصفح الموقع. بعد هذا لدينا نفذة Social. وهذه هي صورة التي ستظهر في المواقع الاجتماعية، وهي التي استعملنا سابقاً. أيضاً لدينا أفضل متجر حقائب على وجه الأرض. وتحته الوصف. ويمكنك تغييرهما بشكل خاص لشبكة الاجتماعية إن شاءت. وبمقدورك القيام بالأمر في فيسبوك وكذلك تويتر. وبمجرد ملئهاته البيانات، قم بحفظها. والآن تذكر أنك ترفع من جودة موقعك في نتائج بحث جوجل. ويجب أن تضع كلمات مفتاحية مناسبة لتخصصك. فإذا كنت تبيع النباتات، يجب أن تضع نباتات، نباتات للبايع، أفضل النباتات هنا، يجب أن تخبر جوجل بما تبيعه. فكيف سيتصدر موقعك نتائج البحث في كلمات مفتاحية إذا لم تقم بوضعها؟ وبمجرد الانتهاء، انقر على Update. إذن، هذه هي صفحة رئيسية. وهناك بعض الإعدادات التي يمكن أن نتحدث عنها بشكل سريع. بالمناسبة، لدي فيديو كامل عن Rank Math. فهناك الكثير من الأشياء لتعرفها حول Rank Math. لكن أهم الخيارات هنا هي المنشورات والصفحات. بنسبة إلى الصفحات، لقد أنشأنا صيغة كما ترى. ففي كل صفحة سنستعمل عنوان الصفحة، فاصل، وإسم الموقع، ويمكنك تغييرها في أي وقت. مثلاً بمقدورك التخلص من اسم الموقع إنشأت. وهكذا سيظهر فقط العنوان والفاصل بالنسبة إلى هذه الصفحة. شخصياً أعتقد أن عنوان الصفحة، ثم فاصل، ثم اسم الموقع مناسب أكثر. فأنا أفضله هكذا. أيضاً لدينا الاقتباس. وهذا الخيار يأخذ جزءاً من محتوى الصفحة، ويعرضه في نتائج البحث. عموماً أنصحك بأن تترك صفحة هكذا، عنوان الصفحة، فاصل، وإسم الموقع، إضافة إلى الاقتباس. بعد هذا لدينا المنشورات، وأنا لا أنصح بوضع الفاصل وإسم النطاق. فعندما تنشئ تدوينة تضع فقط عنوان المنشور، أي أنك لا تضع الفاصل وإسم الموقع وما شبه، لذلك أنا أكتفي بالعنوان. فإذا بدأت في تدوين، سترغب أن يرى الناس عنوان التدوينة فقط. أيضاً لدينا الاقتباس، وهو شائع جداً، وطبعاً يمكنك تغييره إنشات. لكنني أستعمل الاقتباس في موقعي كذلك. في الأخير، احفظ تغييرات. أيضاً هناك شيء يمكننا فعله بالنسبة إلى الصفحات. فبدل استعمال الاقتباس في خيار وصف صفحة، أعتقد أن وصف الموقع سيكون أفضل. ووصف الموقع هو ما أدخلناه أول مرة في صفحة رئيسية. وتذكر أن هذا الأمر خاص فقط بصفحات، بمقدورك استعمال الاقتباس أو وصف الموقع. فليس لديه تأثير كبير على موقعك فيما يخص سيوه، لكن الموقع يظهر بشكل أنيق في نتائج البحث. وكالعادة احفظ تغييرات. جيد، أيضاً سنترك اسم الموقع، فهو مناسب أكثر. إذن لقد رفعنا من جودة الصفحات والمنشورات، ويمكنك القيام بالأمر مع المنتجات كذلك. عموماً لدينا عنوان المنتج، فاصل، واسم الموقع، وأعتقد أن هذا مناسب حالياً. فالكثير من خبراء السيو سيتفقون أو يختلفون بخصوص ما إذا كان مناسباً هكذا أم لا، لكنني أعتقد أن اسم الموقع والفاصل مناسب. بالنسبة إلى وصف المنتج المستقل، فأنا أنصح بتخلص من الاقتباس واستعمال وصف المنتج. فدعنا ننزل إلى الأسفل ونبحث عن الوصف المختصر للمنتج، وسأتخلص من الاقتباس. ولتوضيح، أنا أريد عرض الوصف المختصر للمنتج بدل اقتباس الصفحة، لأنهم سيعرضون اقتباساً من صفحة المتجر، وأنا لا أريد ذلك. وبالتالي، فتحديد الوصف المختصر للمنتج بدل الاقتباس مناسب أكثر. أيضاً يمكننا ترك عنوان الأرشيف المنتج كما هو، وأعتقد أن هذا كل شيء، وسيتم كذلك إنشاء سكيما ماركب لمنتج الووكوميرس، وهو أمر رائع جداً، وكالعادة إحفظ التغييرات. جيد، إذن هذا كل شيء بالنسبة إلى إضافة Rank Math، ويجب أن تتأكد من إدخال معلومات مناسبة هنا، كإسم الموقع ومشابه. عموماً لقد انتهينا من إضافة Rank Math، وربما يجب أن تذهب إلى الإعدادات العامة وتقوم بتحديثها، كإسم الموقع والتغلين. مثلاً سأكتب Best Dropshipping Website on Earth، أفضل موقع Dropshipping على وجه الأرض. جيد، ولتوضيح إذا لم يجد Rank Math البيانات في إعدادات الإضافة، سيعود إلى الإعدادات العامة، لذلك قد يتوجب عليك تعديلها. أيضاً لدينا التاغلين، لكننا لا نحتاجه، فهو مجرد تاغلين لموقعك. بعض الناس يضيفونه وبعضهم لا، لكنه ليس ضرورياً. أما عنوان الموقع، فمن الجيد تغييره. في الأخير، احفظ التغييرات. جيد، والآن لقد تم رفع جودة موقعك في محركة البحث. لقد أصبح جاهزاً لتصدر جل محركة البحث. لقد أريتك كيف ترفع من جودة الصفحة الرئيسية، وكيف ترفع من جودة باقي الصفحات، المنشورات، والمنتجات. وبالتالي ستظهر بشكل أنيق في نتائج بحث جوجل. بعد هذا دعنا نتحدث عن ثيم كاسمايزر. أولاً لدينا هنا المنتجات، وهذه الثيمة قادرة على تعديل صفحة المنتج، وكذلك صفحة المتجر. أيضاً هناك مزايا أخرى كالهيدر، الفوتر، إطار الموقع إلى آخره. على أي تذكر أننا تحدثنا سابقاً عن ثيم كاسمايزر، ويمكننا العودة إليه الآن. عموماً ثيم كاسمايزر يتحاكم في عدة أجزاء في الموقع، والتي لا يستطيع البيج بلدرة حكم فيها. وهذا يتضمن صفحة المتجر، صفحة المنتج إلى آخره. أيضاً هناك بعض المزايا العامة، مثلاً أعتقد أن لديهم إطار الموقع. انقر على جنرال، وهذا هو خيار إطار الموقع. لقد تمت إضافة إطار للموقع، وهو جميل جداً. أيضاً لديهم زر الصعود إلى الأعلى. كما ترى هناك زر في أسفل اليسار، وإذا نزل المستخدمون إلى الأسفل، سيعيدهم إلى الأعلى مباشرةً. وبمقدورك تعديله من هنا، يمكنك تغيير شكله، وباستطاعتك تغيير لوني الأيقونة والخلفية في قسم دزاين، حتى يناسب المنظومة اللونية لموقعك. جيد، أيضاً هناك خيارات أخرى كالأزرار وغيرها من الخيارات، لكنني شخصياً لا أستعملها. لأن البيش بيلدر يقوم بجل العمل، لكن يمكنك تغيير لون الأزرار في أماكنين كصفحة المتجر، وهو ما يبدو منطقياً جداً. عموماً بمقدورك تعديل لون خلفية الزر في موقعك، دعنا نغيره. نحن ذا، مثلاً سأغير اللون إلى الأسود، وهذا هو اللون الذي يظهر عندما تمر فوق الزر. إذن يمكنك المرور على هذه الخيارات وتعديلها حسب رغبتك. أقدر لدينا الهيدر بيلدر، ولقد أشرنا إليه سابقاً، وهو أساساً يتيح لك تصميم الهيدر عبر سحب العناصر وإفلتها. مثلاً يمكنك وضع شعار في الصف العلوي، إنه هنا، لكن لا يمكننا رؤيته. أعتقد أن باستطاعة إضافة زر، سأسحب زراً إلى هنا. كما ترى الزر في الصف العلوي، وهذا هو الصف الثاني، ثم الصف الثالث. إذن يمكنك تعديل كل شيء حسب رغبتك. مثلاً بمقدورنا وضع الزر خلف العربة، لكن حجمه كبير جداً. مع ذلك فهو لا يظهر بشكل سيء، لكن ربما سأضع أيقونة البحث في الأعلى، أعتقد أنها يجب أن تكون في الأعلى. أيضاً يمكننا تغيير تصميم الزر، كما ترى لقد أصبح على شكل مربع، وطبعاً بمقدورنا تصميمه. باستطاعتنا زيادة استدارة الحواف، مثلاً سأضع خمسين في جميع الجوانب، ولقد أصبح الزر دائرياً. إذن هذا مجرد مثال، ويمكنك استعمال الهيدر بيلدر لبناء الهيدر في موقعك. أيضاً نفس الشيء بالنسبة إلى الفوتر، انزل إلى الأسفل مجدداً، وكما ترى بمقدورنا تعديل الفوتر. عموماً لدينا ويدجت أريا 1، ويدجت أريا 2، ويدجت أريا 3 و4، وكل ما عليك فعله هنا هو إضافة العناصر. مثلاً دعنا نرى ما إذا كنا قديرين على معاينته، أهو ذا. عموماً هاته هي الصفوف، لدينا الصف الأول، الثاني، الثالث والربع، والواربريس يتيح لك إضافة الويدجت. مثلاً يمكنك إضافة صورة أو منتج، سأضيف لائحة منتجات، وبمقدورنا إضافة بعض المنتجات في الويدجت أريا 3، كما ترى لقد ظهرت المنتجات هنا. إذن باستطاعتك المرور على هذه الخيارات وإضافة الويدجت، أو أي شيء تريد في الفوتر، ويمكنك ترتيب العناصر حسب رغبتك. أعرف أن هذا ملخص مختصر للفوتر، لكن هاته ليست دورة لثيمة بلوكسي، ولا أريد إنفاق ساعة في الحديث عنها. طبعاً يمكننا، ربما يمكنني إنفاق ساعة أو اثنتين على هذا الأمر، لكنني أريد إعطاءك جوهر الفكرة فقط. على أين هذه الخيارات كالألوان والخطوط تطبق على الموقع كله، وبمقدورك تعديلها. لكن الخيار الذي أريد تحدث عنه هنا، وهو الأهم، هو الووكوميرس. والآن هاته هي إعدادة الووكوميرس العامة. أولاً يوجد خيار إشعار المتجر، وهو يظهر لافتة في الأسفل، ويمكن أن تضع فيها مثلاً رسالة رمز كوبون، أو خصماً أو مشابه، وستظهر الرسالة في أعلى صفحة أو في الأسفل، وطبعاً بمقدورك تصميمها وتغيير اللون والخط. إذن هاته ميزة رائعة جداً إذا أردت إضافتها في متجرك. أيضاً هناك نجوم التقييم، ويمكنك تغيير لون النجوم الذي يظهر بعد تقييم المشهرين للمنتج. بعدها لدينا كمية المخزون وملصق العروض. كما ترى بمقدورنا تغيير شكل الملصق، لقد تغير إلى مربع. وطبعاً توجد خيارات أخرى لتصميم صفحتين المنتج والمتجر ضمن هذه الخيارات العامة. والآن سأريك خيار أرشيف المنتجات. وأرشيف المنتجات هو نفسه صفحة المتجر. على أين يمكننا إزالة عنوان صفحة؟ أي إذا لم تكن تريد عرض عنوان صفحة. أيضاً يمكننا تغيير تصميم إلى Style 1 أو Style 2. وباستطاعتك التخلص من الشريط الجانبي. فإذا لم ترغب في وجود شريط جانبي بمقدورك التخلص منه، يمكننا كذلك إضافة المزيد من الصفوف والأعمدة. كما ترى لدينا ثلاثة أعمدة وأربعة صفوف. إذن هذه الخيارات تتيح لك العبثة بتصميم حسب رغبتك، حتى ترى ما إذا كنت تريد شريطاً جانبياً أم لا. ولدينا كذلك تصميمان لصفحة المتجر رقم واحد ورقم اثنين. فالأول يتوفر على زر تحديد المنتج في اليسار، بينما الثاني يتوفر على الزر في اليمين والسعر في اليسار. عموماً ليست هناك طريقة صحيحة أو خاطئة لتصميم صفحة متجرك، فالأمر يتعلق بما يناسبك أنت. إذن يجب أن تمر على هذه الخيارات وبمقدورك تصميم الصفحة حسب رغبتك. لكن هكذا يمكنك تصميم صفحة المتجر. بعد هذا لدينا المنتج المستقل. فدعني أنقر هنا على منتج مستقل. وما يمكننا فعله هو تعديل هذه الصفحة. مثلاً بمقدورنا تحديد narrow with. وكما ترى لقد أصبح التصميم هكذا. أكداً لدينا التصميم العادي. وكذلك خيار الشريط الجانبي في اليسار. والشريط الجانبي في اليمين. إضافة إلى هذا يمكننا تصميم عنوان المنتج. مثلاً بمقدورك تغيير تصميمه هكذا إنشات. وسيتم استعمال صورة في الخلفية. لكن شكل التصميم ليس جيداً. لذلك سأحدد التصميم الأول. أيضاً يمكنك إظهار المزيد من العناصر. بمقدورك إظهار العنوان، الاقتباس، وبيانات المنشور. لكنهم يخفون جميع هذه العناصر تلقائياً. لأنها تظهر هنا مسبقاً. أعتقد أنه سيتم تخلص من جميع هذه العناصر. إذن يمكنك القدوم إلى هنا والعبث بهاته الخيارات. وتصميم صفحة المنتج حسب رغبتك. على أي لدينا شريط جانبي في اليمين. وهذا ما أريد تغييره حالياً. لكن يجب أن نذهب إلى قسم الوجات لتغييره. وهو نفسه قسم شريط الجانبي. بعبارة أخرى لا يمكنك تصميم شريط الجانبي من هنا. بل يجب أن تذهب إلى قسم الوجات إذا أردت تصميم شريط الجانبي في صفحة المنتج. على أهل دعنا ننقر على Publish حتى لن أخسر تقدمنا. بعدها سنعود إلى الخلف ثم نبحث عن وجات. أموماً أنقر على وجات وهنا لدينا شريط الجانبي للوكوميرس. وهو يتحكم في شريط الجانبي في اليمين. كما ترى لقد أضافوا بعض الوجات تلقائياً. لقد أنشأوا هذا القسم وهو جميل جداً. وإذا أردت إضافة المزيد من الأشياء كالفيديو أو مشابه فلا كذلك. وبمقدورك إضافة الرابط هنا. إذن سألسق رابط هذا الفيديو ثم أضغط على Enter. وإذا نزلنا إلى الأسفل ستجد الفيديو هنا وهو يعرض لنا عارضات أزياء يمشين. وطبعاً يمكنك وضع أي فيديو من يوتيوب. وهذا أمر رائع إذا أردت أن تقول مرحباً. لدينا فيديو يشرح طريقة الاستعمال. انقر هنا. وموماً هناك الكثير من الوجات. فإذا نقرت على Browser ستجد الكثير من الوجات التي يمكنك إضافتها إلى شارط الجانبين لتصميمه وتزيينه. والآن أنقر على Publish. ولتوضيح الفكرة فقط أعتقد أن الوجات الأكثر شعبية هي الخاصة بالمنتجات. فهناك لائحة المنتجات. المنتجات حسب التقييم. خانة البحث عن المنتجات إلى آخره. أخضاً توجد الفلاتر. فالفلتر شعبي جداً. وخصوصاً فلتر السعر. على أي سأغير مكانه إلى الأعلى؟ جيد. أهو ذا فلتر السعر. كما ترى لدينا فلتر السعر في الأعلى. وبمجرد إغلاق ThemeCasmizer بمقدور الناس الفلترة بناء على السعر. وهو أمر رائع جداً. إذن يمكنك المرور على جميع هذه الوجات. واستمتع بتصميم صفحتين المجر والمنتجات حسب رغبتك. والآن أريد الإشارة إلى شيء آخر. وهو إعدادات الصفحة الرئيسية. فإذا قررت إنشاء صفحة جديدة لتكون صفحتك الرئيسية. ستحتاج إلى تعيينها كصفحة رئيسية. أي يجب أن تحدد هنا صفحة التي تريد أن يراها الناس أولاً عندما يزورنا موقعك. أيضاً لدينا المدونة. هنا يجب أن تحدد صفحة المدونة. وستظهر فيها جميع التدوينات التي أنشأت في موقعك. هل الفكرة واضحة؟ رائع. وأعتقد أن هذا كل شيء. إذن هذا هو ثيم كاسمايزر باختصار. للإشارة لديهم نسخة احترافية توفر لك المزيد من المزايا والعناصر ومشابه. لكن جلكم تكفيهم النسخة المجانية. لذلك لا أنصح بالترقية إلى النسخة الاحترافية. فهذه الأخيرة موجهة لمن يملك موقعاً أكثر تعقيداً. ويحتاج إلى الكثير من المزايا. لكن جلنا تكفيهم النسخة المجانية. جيد. والآن أريد أن أريك إضافة ستقوم بإنشاء مراجعات مزيفة. لقد صادفت إضافة رائعة وتدعى 5View. أولاً أنقر على Add New في Plugins. وستقوم هذه الإضافة بإنشاء مراجعات مزيفة حتى يظهر موقعك بشكل موثوق. عموماً هذه هي الإضافة التي وجدت. وتدعى 5View Virtual Reviews for WooCommerce. سأنقر على Install Now ثم على Activate. جيد. بعدها انزل إلى الأسفل ثم أنقر على Virtual Reviews في اليسار. والآن يسألوننا عن عدد المراجعات الذي نريد في كل منتج. مثلاً سأضع 15 مراجعة. والأمر الرائع هو أنك قادر على تحديد الجدول الزمني. فباستطاعتك الرجوع إلى الماضي. مثلاً سأحدد من 6 أكتوبر إلى اليوم. أي منذ سنة تقريباً. ويمكنك تحديد فئات معينة. لكنني سأترك جميع الفئات ثم أنقر على Add Reviews. وحالياً سيتم إنشاء الكثير من المراجعات الإيجابية لمنتجك. وهذا أمر رائع. أيضاً هناك المزيد من الخيارات للمراجعات المستقلة. ويوجد قسم الأبسلز الذي يتوفر على إضافات أخرى ويمكنك معاينته. ما لأي لقد تم إنشاء مراجعات من أجلنا. فدعنا نتوجه إلى Product ثم ننقر على All Product. وسأقوم بمعاينة هذا الملتج. كما ترى لدينا 15 مراجعة إيجابية. وتوجد هذه النجوم الجميلة. وإذا نقرت على Customer Reviews، ستجد مراجعات أشخاص اشتروا المنتج. لقد تم إنشاء الاسم، التاريخ، وهو تاريخ السنة الماضية. كما ترى تم تحديد خمس نجوم في التقييم. هذا رائع. أعرف أن الكثير من الناس قد يعتقدون أن هذا خداع. سيقولون مرحباً يا صاح، أنت تنشئ الكثير من المراجعات المزيفة. لكن إذا أتى الناس إلى مجارك وواجدوا الكثير من المراجعات الإيجابية، سيميلون أكثر إلى شراء المنتج. وهذا الأمر خاضع لرقابة الشركات. وأنا أتفهم لماذا تقوم به المواقع. فهذا موقعك يا صاح. هل تريد أن يترك الكثير من الناس نجمة واحدة في التقييم؟ لا. لذلك سأضع الكثير من المراجعات الإيجابية وأغرق الموقع بها. فأنا أريد تشجيع الناس على شراء المنتج عندما يأتون إلى موقعنا. إذن هذا ما تقوم به هذه الإضافة. فهي تنشئ الكثير من المراجعات المزيفة في جميع المنتجاتك. كما ترى لقد حصلنا على 15 مراجعة. عموماً هاته هي الإضافة التي أنصح بها. والجزء الرائع هو أنها مجانية بالكامل. بينما منصات أخرى تفرض عليك الدفع شهرياً. فالرائع في الوربريس هو أن الإضافات مجانية. وتعطيك الكثير من الخيارات في النسخ المجانية. جيد. دعني أراجع كتابي. إذن لقد حصلنا على الكثير من المراجعات الإيجابية. والآن دعنا نضيف بعض الإضافات لزيادة المبيعات في موقعنا. أولاً سنعود إلى واجهة الإعدادات. وللإشارة توجد إضافات لكل شيء في عالم الوربريس. فهناك أكثر من 55 ألف إضافة ووربريس. ولا يمكنني إخبارك عن أفضل واحدة. لكنني سأريك الطريقة. وسأعطيك خيارات يمكنك استعمالها. على أي سأكتب Notification X في خانة البحث. وهذه هي الإضافة التي أنصح بها. وهي إضافة رائعة تتوفر على نوافذ منبثقة للعروض. إشارات المبيعات المباشرة. وغيرها من المزايا التي تجعل مجارك أفضل. عموماً لدينا هنا إشعار المبيعات. وسنقوم بتحديده. طبعاً هذا الخيار للووكوميرس. وسأنقر على Next. بعد هذا يمكنك اختيار تصميم جميل هنا. مثلاً سأحدد هذا الخيار. ثم أنقر على Next. أيضاً بمقدورك إظهار الإشعار في صفحات معينة أو في الموقع كله. ويمكن أن يراه الجميع. لكنني سأحدد المستخدمين الذين لم يسجلوا دخولهم. لأنني أريد التسويق للناس الذين لم يشعروا منتجي بعد. ولا أريدهم أن يروا الإشعار بمجرد أن يشعروا المنتج. في الأخير انقر على Next. ثم على Publish. والآن إذا أردت معاينة النافذة المنبثقة. انقر هنا. ثم على Preview. هذا هو الموقع. ولنقل أنني مستخدم جديد أقوم بتصفح. وسيظهر إشعار يخبرني بأن أحدهم اشترى شيئاً. والأمر الرائع هو أن بمقدورك تعديل الإعدادات حتى يتم أخذ الشخص إلى المنتج المباع إذا نقر على الإشعار. أموماً سيظهر الإشعار بشكل دوري طالما استمر المستخدم في التصفح. ويمكنك تعيين الزمن والمدة الفاصلة. وجميع هذه الأمور متاحة في إعدادات الإضافة. يمكنك العبث بها في وقت فراغك. مجدداً هذه الإضافة رائعة. وستزيد فرص تحقيقك للمبيعات. إذن لقد دمجنا إشعار المبيعات مع الموقع. والآن دعنا نضيف نافذة منبثقة. وبالمناسبة ألمنتور يتوفر على نافذة منبثقة رائعة جداً في النسخة الاحترافية. لكن بما أننا نستخدم النسخة المجانية. يمكننا تثبيت إضافة لإنشاء النوافذ المنبثقة مجاناً. وسنكتب بوبا في خانة البحث. والآن هناك عدة إضافات يمكنك استعمالها. مثلاً هذه الإضافة Pop-up Builder by OptinMonster هذه الإضافة الأخرى وPop-up Box وأموماً سأجرب هذه الإضافة وتدعى هاصل. ولقد تم إنشاؤها من قبل WPMU Dev وهي شركة معروفة جداً. على أي أنقر على Install Now ثم على Activate. جيد. والآن أنا متأكد من وجود خيارات الإضافة في اليسار. هيا توجه إلى هاصل ثم أنقر على Pop-ups. بعدها أنقر على Create وسأكتب Social Media في الاسم. فبمقدورك استعمالها للحسابة الاجتماعية إعلنت العروض إلى آخره ولديهم قوالب جهزة رائعة جداً. لا أدري أي قالب يجب أن أختار. أنا حنذا. دعنا نختار قالب الهدية هذا. جيد. لدينا هنا هل أنت متحمس؟ ونحن نوفر بطاقة هدية قيمتها 50 دولاراً يومياً. تابعنا لتعرف التفاصيل. جيد. أيضاً يمكننا دائماً تغيير الصورة الرئيسية وصورة الخلفية. لكنني متأكد من أنك قادر على القيام بذلك في وقت فراغك. بعدها لدينا المحتوى الرئيسي. فهذا هو المحتوى الذي سيظهر في النافذات المنبثقة. أيضاً لدينا الـ Call to Action. يوجد الزر الأول وهنا يمكن أن تدخل الرابط. بمقدورك أن تضع أي شيء. مثلاً حسابك الاجتماعي. رابط منتجك. صفحة التواصل في موقعك. أو رابط أي مكان تريدهم أن يذهب إليه. ونفس الشيء بالنسبة للزر الثاني. ستكرر نفس العملية. أيضاً باستطاعتك إعادة توجيههم إلى نافذات جديدة. أو إعادة توجيههم إلى موقع آخر. أو إلى جزء معين فيه إنشاء. جيد. إذن يمكنك ملء هذه البيانات هنا. فدعنا ننزل إلى الأسفل. وأعتقد أن كل شيء جيد. في الأخير أنقر على Publish في أعلى اليمين. جيد. لقد أصبحت النافذات المنبثقة جاهزة. كم هذا الرعا. دعنا نصعد إلى الأعلى. ولدينا هنا خيارات أخرى كAppearance, Visibility وBehaviour. أعتقد أن هذه الخيارات مجانية. كم هذا الرعا. عموماً لدينا هنا ثلاث ثوان قبل ظهور النفذة. لكن يمكننا تغييرها مثلاً إلى عشر ثوان. بالأخير أنقر على Update. ودعنا نعود إلى موقعنا. لننتظر بضعة ثوان حتى تظهر النافذة المنبثقة. أنحن ذا. لقد ظهرت النافذة المنبثقة هنا. وبمقدورنا إغلاقها. كم هذا الرعا. إذن هكذا يمكنك دمج النوافذ المنبثقة. ولا تتردد في المرور على جميع هذه الإضافات لترى ما يناسبك منها. ولا تحاول تجربة إضافة مدفوعة. فأنا أشعر أن جل الإضافات اليوم توفر النوافذ المنبثقة مجاناً. طبعاً أكره أن أكون عدو للمبرمجين. لكن جل الإضافات تحاول دائماً إقناعك بشراء منتجاتها. فحاول أن تجد إضافة تعطيك جل المزايا في النسخة المجانية. جيد. في القسم الأخير من هذا الفيديو أريد أعطائك فكرة عن قوالب ألمنتور. لقد أنشأت أنا وفريقي مجراً لقوالب ألمنتور. وهو المكان الأكثر تنفسية على الإنترنت إذا أردت الحصول على قوالب عالية الجودة. عموماً هذا هو موقعي. وإذا أتيت إلى هنا، انقر على ألمنتور تومبليت. ونحن ننشئ عشرة قوالب شهرياً. ولدينا أكثر من 250 قلباً. وهي جيدة للألمنتور بيش بيلدر. كما ترى لدينا الكثير من القوالب. ويمكنك البحث عن الفئة في اليمين. ويجب أن تحدد ووكوميرس إذا أردت قوالب لدروبشيبين. ولدينا عدة قوالب للووكوميرس تناسب مجالات مختلفة. الصيد، الساعات، القهوة، إلى آخره. وإليك بعض الأمثلة لقوالبنا. عموماً الفرق بين قوالبنا وقوالب الآخرين هو أننا ننشئ جميع صفحات ونستعمل الثيم بيلدر. فنحن ننشئ صفحات المتجر، صفحات المنتج، وغيرها من أجزاء الموقع التي لا تنشئها متجر القوالب الأخرى عادة. على أي هذا مثال لصفحة المتجر؟ وكما ترى شكلها رائع جداً. وتتوفر على هادر وفوتر جميلين جداً. إذن لدينا هنا المنتجات، ويمكنك النزول إلى الأسفل لتأخذ فكرة عن القالب. أيضاً لدينا هذا القالب. ومجدداً جميع القوالب تتوفر على نوافذ منبثقة، هادر وفوتر، والكثير من الصفحات، بما فيها صفحات المتجر والمنتجات، صفحة الدافع، الحساب إلى أخيره. عموماً يمكنك تصفح موقعي إذا أردت بدء مجر دروب شيبن. فلدينا الكثير من القوالب عالية الجودة، وجميعها تتوفر على الكثير من الصفحات. على أين هذا قالب للأسف؟ دعنا نذهب إلى صفحة المتجر، وكما ترى صفحة المتجر أنيقة وجميلة جداً. ولقد قمنا ببناء كل شيء من الصفر. عموماً أنقر هنا على الكرسي، ولقد أنشأنا صفحة المنتج كذلك. وطبعاً كلما أضفت محتوى أكثر سيظهر تصميم أجمل. أيضاً هذا قالب آخر، إنه خاص بالعقارات، وشكله أنيق جداً. ربما يناسب دروبشيبين، لكنك لن تقوم طبعاً ببيع المنازل في دروبشيبين، لكن يمكنك تجربة. بمقدورك أن ترى ما إذا كانت هناك منازل محمولة. على أين هذا قالب للمعدات الرياضية؟ كما ترى لقد قمنا بتبسيط تصميمه، حتى يظهر بشكل بسيط جداً. أيضاً هذا قالب للحقائب، إنها حقائب فخيرة، وكما ترى لقد أنشأنا هذا القالب كذلك، وجعلناه أنيقاً جداً. مجدداً لدينا هنا عدة صفحات، من نحن، المدونة، وأنشأنا صفحة للمنتج المستقل كذلك، وهذه هي صفحة المدونة. إذن لقد أنشأنا عدة صفحات في جميع القوالب، كصفحة المدونة، صفحة المنشور، صفحة المنتج، المتجر، إلى آخره. فنحن تنفسيون جداً، ونريد تقديم أفضل شيء هنا. عموماً هذا مثال آخر لصفحة المتجر، وشكلها فريد جداً، لأننا أردنا أن يكون كل قالب متميزاً عن الآخر، فأنا لا أريد إنشاء الكثير من نفس القالب بنفس الشكل، والاكتفاء بتغيير الصورة والمحتوى، بل أردت إنشاء قوالب مختلفة عن بعضها تماماً. كما ترى، لدينا هنا قائمة منبثقة، وتوجد هذه الحقائب في اليسار، وتصميم رائع وجميل جداً. عموماً لدينا أفضل عرض إذا أردت شراء هذه القوالب. أولاً، انقر على Get All Access، ويمكنك شراء قالب واحد مقابل 29 دولاراً، أو الاشتراك في باقتنا السنوية، وبمقدورك الوصول إلى جميع قوالبنا وهي أكثر من 250، ونضيف عشرة شهرياً، وهذا مقابل 59 دولاراً في السنة، أو يمكنك شراء خطة مدى الحياة مقابل 99 دولاراً، وهي تعطيك حق الوصول إلى جميع القوالب، إضافة إلى القوالب التي سننشئ مستقبلاً، وهذا العرض رائع جداً. كما ترى، نحن ننشئ عشرة شهرياً، فنحن لا نكذب على الناس ونقول نحن نوفر عشرة شهرياً، وبمجرد أن تشتريه لا تحصل على المزيد. يمكنك مراجعة الأرقام عبر قناتي على يوتيوب، لقد بدأنا منذ ستة أشهر بمئة قلب، ثم وصلنا إلى مئة وخمسين، مئتين، وحالياً أكثر من مئتين وخمسين، وأعتقد أننا قد نكون وصلنا في وقت مشاهدتك لهذا الويديو إلى مئتين وسبعين قلباً. عموماً لن تجد أفضل من هذا العرض، وحكم بنفسك. وإذا أردت قوالب لألمنتور، توجه إلى موقعي، ثم أنقر على كيت، وتصفح هذه القوالب. في الحقيقة، يمكنك سعمال قوالب غير مخصصة للووكوميرس. مثلاً، لدينا هذا القالب الخاص بالتمويل الجماعي، وبمقدورك تبديل الصور إذا أردت سعمال بنية القالب، فباستطاعتك سعمال أي قالب تريد لموقع دروبشيبين، على أين سأترك الرابط في صندوق الوصف، إذا كنت مهتماً بقوالبنا لألمنتور. وهذا أفضل العروض التي ستجدها على الإنترنت. أنا أضمن لك ذلك. جيد، إذن هذا كل شيء في قسم رفع جودة الموقع في هذا الفيديو، وإلى هنا أصبح موقعك جاهزاً. لقد قمنا بربطه مع جوجل، أعددنا السيو، وأضفنا الكثير من النوافذ المنبثقة والأشياء الرائعة التي تساعد على زيادة مبيعات مجر دروبشيبين. والآن دعنا نمر إلى القسم الموالي لنتحدث عن تسويق. أراك هناك. مرحباً بك في القسم الرابع. في هذا الجزء من الفيديو سأريك كيفية التسويق لموقع دروبشيبين. فعندما تبدأ قد يكون الأمر صعباً قليلاً، لأن جميع المنصات تريد أموالك. لكن قبل أن تفكر في الدفع لأي منها، يجب أن تتأكد من عدم وجود أي طريقة مجانية لتسويق موقعك. وسأريك جميع الطرق المجانية. سأشرح لك بينترست، وكذلك تشادي بيتي. وهذا الأخير مصدر رائع يمكنك استعماله لزيادة الإقبال على موقعك مجاناً. في الحقيقة، لقد أنشأنا منشوراً باستعمال تشادي بيتي. لقد تصدر صفحة الأولى في جوجل. ونحن نتلقى مئات الزيارة شهرياً عن طريقه. ومجدداً بعد استنفاذ جميع الطرق المجانية، سأريك بعض استراتيجيات التسويق المدفوعة لزيادة الإقبال على موقعك. إذن في هذا الجزء من الفيديو سأشرح لك جميع تقنيات التسويق، وكيف تزيد الإقبال على موقع دروبشيبين. مساعد؟ أيبنا. والآن سنعود إلى هذه السلايدز، وسأعطيك مثالاً لما نفعله لزيادة الإقبال على الموقع، وسأريك مواقع مجانية ومدفوعة. مجدداً سنتحدث عن كل ما يخص دروبشيبين في هذا الجزء من الفيديو. والآن قبل أن تحدث عن التسويق، أريد تكرار حقيقة وتأكيد عليها. يجب أن يكون موقعك جاهزاً بشكل كامل، وهو ما تحدثنا عنه في القسم السابق. إذن تأكد من الرفع من جودة موقعك في محركة البحث بنسبة 100%، وأن يكون لديك خيار الاشتراك في النشرة والنوافذ المبثقة، إضافة إلى الخصومات، اللافتات الترويجية، ورموز الكوبون، فالناس يحبون الخصومات. وحتى إذا عرضت خصومات مزيفة، وهو ما تقوم به جميع الشركات في اعتقادي، سيزداد كثيراً احتمال تحقيقك للمبيعات، مقارنة بعدم عرض أي خصومات، فعندما يراها الناس تعطيهم شعوراً جيداً. إذن امتلاك جميع هذه الأشياء، كالنوافذ المنبثقة، الخصومات، إشعارات المبيعات المباشرة، هي إضافة مهمة في النهاية، وتأكد من تفعيل المراجعات في منتجك، ولقد تحدثنا عن كيفية إنشاء مراجعات مزيفة، وإذا لم تشاهد هذا الجوز، أنصحك برجوع إليه. أيضاً قم بإضافة الحسابة الاجتماعية، وتأكد من الرفع من جودتها. فإذا جاء أحدهم إلى موقعك، ثم توجه إلى حسابتك الاجتماعية، ووجد الروابط لا تعمل في مكان ما، أو أن البيانات غير موجودة، سيعتقد أن شركتك سيئة، أو سيقول هذه شركة فاشلة. سأذهب إلى مكان آخر، فالناس لا تصبر كثيراً على الإنترنت. فإذا ذهبوا إلى موقع وتأخر ثانية أو اثنتين، سيستمرون في النقر. لذلك يجب أن يكون كل شيء جهزاً. وبالتالي، إذا انتقلوا من موقعك إلى فيسبوك أو بيترست، يجب أن يكون كل شيء جهزاً، ويظهر بشكل مستقر واحترافي. على عكس الذهاب إلى حساب اجتماعي، يتوفر على الكثير من الروابط التي لا تعمل. حيا، يجب أن تعمل كل الروابط جيداً. على أي سؤال المليون دولار هو، إذا أحضرت مليون زائر غداً، ماذا سيفعلون؟ وكم ستربح من المال؟ فالأمر يعتمد على ما إذا كان الموقع جهزاً. فإما أن يذهبوا إليه ويشتروا شيئاً، أو أن يذهبوا إليه، ثم يغادرونه لأنهم وجدوه سيئاً ولا يثقون فيه. لذلك يجب أن تضع هذا السؤال في اعتبارك. جيد، والآن دعنا نتحدث عن النمو طويل وقصير المدى. بالنسبة إلى النمو طويل المدى، يجب أن تركز على سيو، بناء الباكلينكس، وكتابة المحتوى. وربما كتابة المحتوى هي أفضل طريقة لزيادة الإقبال على الموقع مجاناً. إنها عملية طويلة وشاقة، لكنها رائعة. فبمجرد أن تزيد الإقبال على الموقع، سيبقى مستمراً. وكل ما عليك هو الجلوس والانتظار. وسيتلقى موقعك آلاف الزيارة شهرياً. لكن العملية صعبة، لن أنكر ذلك. لكن إذا عملت بجد ستحقق الهدف على المدى الطويل. عموماً الإيجابيات هي زياد عملائك على المدى الطويل، والسلبيات هي النمو البطيء، فالأمر يستغرق وقتاً. بعد هذا النمو قصير المدى، عن طريق الإعلانات أو الـ الإيجابيات هي زيادة الإقبال وتحقيق المبيعات بسرعة. أعتقد أنني ارتكبت خطأاً إملائياً هنا. إذن زيادة الإقبال وتحقيق المبيعات بسرعة، والسلبيات هي إنفاق المال على الإعلانات. عموماً الكثير من الناس في اليوتيوب وجميع المرشيدين المزيفين سيقولون لك قم بإنشاء حسابي فيسبوك وإطلاق الإعلانات، وستجني المال تلقائياً. وهذا كلام فارغ. ففي مرات كثيرة ستخسر المال فقط في الإعلانات، وهذا ما لا يخبرك به أي شخص. فإذا اعتمدت بنسبة 100% فقط على الإعلانات، فهناك فرصة كبيرة لضيع عمالك كل شهر. وليس هناك سبب للقيام بذلك. أحياناً يأتي إليك المسويقون ويقولون بأن ما يحدث بسبب هذا الأمر أو ذاك، لكنه يكون أحياناً بسبب الحظ فقط، فربما يستهدف إعلانك أشخاصاً غير مهتمين، لكنك قد تحقق في شهر الموالي أرباحاً مضاعفة 500 مرة. على أين إنشاء إعلان مناسب فعال جداً؟ لكن ما أقوله هنا هو أنه لا يعمل أحياناً، وهذا هو تسويق بشكل عام. مجدداً الإيجابيات هي زيادة الإقبال بسرعة لتحقيق الأرباح، بينما السلبيات هي إمكانية خسارة المال. بعد هذا النمو المثالي. شخصياً أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة، وهي تتضمن كلتاً طريقتين السابقتين. وأقصد الجمع بين النمو الطويل وقصير المدى معاً، ثم نرى كيف تسير الأمور. مثلاً إذا أطلقت إعلاناً لإحضار الناس إلى مجاريك، ثم جاءوا ورأوا المحتوى المكتوب في المدونة، وكنت تكتب الكثير من المقالات شهرياً، سيقولون رائع، يوجد الكثير من المحتوى في هذا الموقع، فدعنا نقرأ هذه المقالات. وبعد أن يقرأوا، يمكن أن يقتنعوا بشراء شيء ما. كما ترى، يمكن أن يعمل النمو طويل وقصير المدى معاً. فإذا كان لديك محتوى كثير في الموقع وأحضرت الزوار إليه، سيساهم المحتوى في بناء مصدقيتك. وهذه حقيقة يجب أخذها في الاعتبار. عموماً الإيجابيات هي زيادة الإقبال على الموقع لزيادة الأرباح كما تحدثنا قبل قليل، أما سلبيات فغير موجودة. فإذا جمعت بين النمو طويل وقصير المدى، لن تواجه أي سلبيات، وبالتالي هما يعملان بشكل جيد معاً. إذن لقد تحدثنا عن طرق النمو، فدعنا نتحدث عن كيفية زيادة الإقبال على الموقع. جيد، أولاً النمو طويل المدى. ابدأ في إعداد السيو بنفسك إلى أن توظف مساعداً على الإنترنت، وتجنب شركات التسويق. عموماً لقد رأيت أنني أنصح طيلة الفيديو بتوظيف مساعد على الإنترنت، لكن إذا ذهبت إلى شركة تسويق أو شركة سيو، وقلت لهم مرحباً، أريدكم أن تزيدوا الإقبال على موقعي، سيطلبون مبلغاً كبيراً جداً. وقد لا يزيدون الإقبال على موقعك أبداً. طبعاً سيبذلون جهدهم، لكن تركيزهم الأساسي على المال قبل مصلحتك. لذلك تحتاج إلى توظيف مساعد على الإنترنت، يمكن أن ينمو مع شركتك. أيضاً ابدأ في إعداد السيو للصفحات. قم بإنشاء جميع الحسابات الاجتماعية، وانشر مرتين أو أكثر أسبوعياً. ويجب أن تأخذ في الاعتبار توظيف شركة سيو. أعني أنك قادر على توظيف مدير للتسويق على الشبكة الاجتماعية لمساعدتك على إدارة حساباتك الاجتماعية. وطبعاً يمكنك توظيف شركة سيو من الهند. فهناك بضع شركات تكلف حوالي 100 أو 200 دولار شهرياً. وربما سأبدأ بها أولاً قبل توظيف شركة كبيرة قادرة على زيادة مبيعاتك. سأحاول تقليل التكاليف بقدر الإمكان. إذن لا تنفق على سيو أكثر من 100 أو 200 دولار شهرياً. وقم ببناء باكلينكس وإضافة موقعك في موقع حفظ الروابط، دليل المواقع، إلى آخره. لكن بمقدورك القيام بكل هذه الأشياء بنفسك، كما تحدثنا عنها سابقاً. وبالتالي فالأمر يعود إليك وإلى ميزانيتك. أيضاً تأكد من النشر مرتين أسبوعياً. والآن إذا ذهبت إلى صفحات شركة على فيسبوك، ووجدت منشورات حديثة، ستميل أكثر إلى شراء من هذه الشركات، لأنك ستعتقد أن الشركة موجودة وما تزال تمارس نشاطها التجاري. لكن إذا ذهبت إلى الصفحة ووجدت منشوراً واحداً في سنة كاملة، ستفترض أنك كزائر أن هذه الشركة ربما لا تعمل، أو أوقفت نشاطها تجاري. فإذا لم يكن لديه محضور في شبكات الاجتماعية، سيعتقد جل الناس أن الشركة أوقفت نشاطها تجاري. إذن تأكد من النشر مرة أو اثنتين أسبوعياً، ولأكون صادقاً إذا لم تجد أي شيء تنشره، انشر نكتة فقط. مثلاً أنا أتحدث هنا عن القهوة، لدينا هنا أنا أستيقظ مبكراً، لا بد لي من القهوة، إنها مضحكة جداً. وهذا محتوى يمكن نشره، إذن يجب أن تنشر شيئاً لزيادة تفاعل متابعيك وزوارك. جيد، والآن إليك أمر مهم جداً، ابدأ في رفع منتجاتك في Google Merchant Center للحصول على انطباعات ونقارات مجانية. وهذا أمر مهم جداً، وسيزيد الإقبال على موقعك مجاناً. عموماً إذا لم تكن قد سمعت أبداً بـ Google Merchant Center، فبمقدورك إرسال منتجاتك إليه مجاناً. والأمر الرائع هو أن هذه المنتجات ستظهر في قسم التسوق على جوجل. وما يجب أن تفعله هو أن ترفع في Google Merchant أي منتج رفعته في موقعك. وسيظهر هنا كما تظهر منتجاتي حالياً. فهكذا تظهر منتجاتي هنا. وأعتقد أننا نتلقى خمسة أو ستة آلاف زيارة شهرياً. لكن العدد نقص مؤخراً. وأصبح بضع مئة فقط. على أي سأعطيك مثالاً. هذه هي واجهة إعداداتي في Google Merchant Center. وكما ترى لدينا بيانات ثلاثة أسابيع. لقد حصلنا على حوالي خمسة وسبعين نقرأ. ليست كثيرة. لكن لدينا فقط خمسة أو ستة منتجات. أما إذا كان لديك عشرون أو ثلاثون منتجان. فسيرتفع هذا الرقم. إذن Google Merchant Center مكان رائع إذا أردت زيادة الإقبال على موقعك مجاناً. وتذكر أن هذه زيارة ونقارات مجانية. فنحن لا ندفع أي شيء. لكن ربما سنتلقى عدداً أكبر إذا أطلقنا أعلانات جوجل. كما ترى لدينا بعض النقارات عن طريق المنتجات. لكن توجد نقارات ليست عن طريق المنتجات. وهي تأتي من الصور. أي أنها قد تكون من الصور، من المراجعات أو أي شيء آخر باستثناء زر تسوق الآن. وكما ترى لقد قامت جوجل بفهرسة المنتجات. إذن ربما رفع المنتجات في Google Merchant Center هو إحدى أفضل الطرق المجانية لزيادة الإقبال على موقعك. وتصبح أفضل كلما كانت لديك منتجات أكثر. وهي عملية سهلة جداً. ربما تستغرق منك يوماً أو اثنين. أو ربما يوماً كاملاً. إذن تأكد من رفع جميع منتجاتك في Google Merchant Center. والأمر يستغرق بضع ساعات. لكن بعد استثمار هذا الوقت، ستنمو منتجاتك تلقائياً. وستتلقى بسمرار انطباعات ونقارات. أيضاً قم بإعداد فيديو لمتجاتك. 300 فيديو يوتيوب قصير في 30 دقيقة. لقد صادفت فيديو لشخص يشرح كيف قام برفع 300 فيديو في 30 دقيقة. أعرف أن الأمر يبدو جنونياً. لكن الفيديو حصل على الكثير من المشاهدات. والآن بدل رفع هذه الفيديوهات باستعمال تشارجي بيتي ومشابه، يجب أن تنشئ علامة مائية لهويتك البصرية. يجب أن يرى الناس هويتك البصرية عندما ترفع الفيديوهات القصيرة. عموماً هذا الفيديو يشرح كيفية القيام بذلك باستعمال كنفا، وبمقدورك إضافة علامة مائية هنا. وسيرى الناس هويتك البصرية بشكل كبير. شخصياً أعتقد أن هذا هو الاستعمال الوحيد للفيديوهات القصيرة. مثلاً هذا الفيديو حصل على حوالي مليون مشاهدة. لكن العائدة منه مئتا دولار فقط. إنه أمر محزن. وبالتالي مشاهدة هذه الفيديوهات بدون فائدة مقارنة بالمال الذي تحققه. لذلك يجب أن تستعملها لترويج لهويتك البصرية. على أين هذا الفيديو مثير للاهتمام؟ لكن تذكر أن المال الذي تحصل عليه من الفيديوهات القصيرة قليل جداً. فما أربحه من ألف مشاهدة يربحه هؤلاء من حوالي مليون. لأن عائد فيديوهات يوتيوب القصيرة قليل جداً. أي أن أرباحها منخفضة جداً. إذن يمكنك سعمال فيديوهات يوتيوب القصيرة لإنشاء حملة تسويق لهويتك البصرية. أيضاً توجد هنا هذه الشركة. أو هذا الشخص الذي يمكنه مساعدتك على إنشاء محتوى لتيك توك. مقطع فيديو لتيك توك مقابل عشرة دولارات. خمسة مقابل ثلاثين. واثنى عشر مقابل تسعين. وهذا أمر رائع جداً. عموماً تيك توك ضخمة. ويجب أن تسعين بفريق لتحرير الفيديوهات. لا يجب أن تقوم بذلك بنفسك. لأن العمل شاق ويستهلك الكثير من الوقت. حتى أنا لدي محرد فيديوهات. فإنشاء العناصر المتحركة في الفيديو يسغرق وقتاً طويلاً. وإذا قمت بذلك بنفسي، إضافة إلى البحث عن المحتوى، التحرير، التسجيل، لن يتبقى لي أي وقت. إذن أنصحك بتوظيف شخص لإعداد محتوى حساباتك الاجتماعية. فعملية إعداد الفيديوهات تستهلك وقتاً طويلاً. ويجب أن توظف شخصاً خبيراً في هذا المجال. لأنك تركز على ربح المال من موقع دروبشيبين. جيد، إذن هذه طريقة سريعة لزيادة الإقبال على موقعك. أيضاً قم بإنشاء حساب بيع على إي بي، أتسي، أمازون، بونانزا، وبوشمارك، وجرب كذلك كريغليست، وانشر يومياً. يجب أن تذهب إلى مواقع كأتسي وتنشئ حساباً، ويجب أن ترفع متجاتك في هذا الموقع. أيضاً يجب أن تقوم بنفس الشيء في إي بي، وما تفعله أساساً هو أنك تحاول ترويجاً لنفسك. فعندما تستمر في رفع متجاتك ببطء في جميع هذه المواقع المختلفة، ستبدأ في ظهور في نتائج بحث جوجل، نتائج بحث بينك، قسم الصور في جوجل، وغيرها من هذه الأماكن. وهكذا يمكنك زيادة الانطباعات على موقعك. وكلما حصلت على انطباعات أكثر، ازداد احتمال النقر. إذن أنصحك بالذهاب إلى هذه المواقع. وللإشارة، اتسي سهل الاستخدام. وكذلك إي بي. بينما أمازون صعب جداً. فهذا الموقع ليس موجهاً إلى الناس الذين يريدون إن شاء مجر صغير. بل هو مناسب لشركات كبيرة ميزانيتها مليون دولار. وتريد الاستثمار في أمازون. عموماً لقد أنشأنا مجرنا في أمازون.com. وكنا نبيع القهوة. لكن البيروقراطية والوثائق التي أرادوا لموقع قهوة كانت جنونية. توجب علينا إرسال شهادة إدارة الأغذية والعقاقير، بيانات البركود، رقم هويتنا الوظيفية، والكثير من الوثائق. لقد كان الأمر جنونياً. عموماً إذا كنت تبيعه منتجاً عادياً فهذا جيد. اذهب إلى أمازون. لكن إذا كنت تبيع منتجات الطعام، لا تذهب. أيضاً إذا كنت تبيع المجوهرات، فالأمر كابوز. فالموقع مناسب فقط لبعض المنتجات. لذلك قبل أن تحاول الاستثمار في أمازون، ابحث عن رأي الموقع في منتجاتك، وعن القيود والمتطلبات. لأن الأمر شاق جداً بالنسبة إلى بعض المجالات. لكنه قد يكون سهلاً جداً بالنسبة إلى أخرى، كالأكسسوارات أو ما شابه، الساعات، الأساور كهاته إلى آخره. يمكن أن يكون الأمر بسيطاً. إذن أنصح بإنشاء حساب في أمازون، وتأكد ما إذا كان يناسبك. رائع. مجدداً إي بي، أتسي، أمازون، وبونانزا. ولقد جربنا بونانزا كذلك، ودفعنا مقابل خيار تسويق. وهم يقولون بأن ملايين الناس سيرون منتجك. لكننا حصلنا على صفر في الانتباعات. لقد تواصلت مع بونانزا، وكانت تجربتهم سيئة جداً. فبعد أن رسلتهم، رأينا بعض الانتباعات في اليوم الموالي، ثم عاد الأمر كما كان. طبعاً لن نذهب مجدداً إلى بونانزا، لكنها تساعدك إذا أردت عرض منتجاتك بشكل أكبر. بعد هذا بوشمارك، وهو مناسب لبعض المجالات. فهذا تطبيق يتيح لك البيع على الإنترنت، وقد ترغب في معاينته. أيضاً هناك كريغليست، ويمكنك نشر منتجاتك فيه أو عرضها للبيع. وطبعاً باستطاعاتك القدوم إلى فايفر، وتوظيف شخص ليقوم بنشر منتجاتك بانتظام. كأن يقوم بالنشر يومياً. وهناك قسم للمنتجات يمكنك النشر فيه على كريغليست. جيد، بعد هذا قم بإنشاء حسابات في جميع مواقع المراجعات. Trustpilot، SiteJobber، وChopper Approved، كما ترى لدينا هنا موقع CopyCoffee. وهذا الأمر رائع، لأنه يتيح لك الحصول على Backlinks من مواقع كبيرة. فمواقع كTrustPilot وChopper Approved تتلقى الكثير من الزيارات، ولديهم Backlinks عالية الجودة كذلك. كما ترى يوجد هنا Backlink خاص بموقعي. وإذا نقر عليه أحدهم، سيذهب إلى موقعي. وهذا أمر رائع، لأن الإقبال سيزداد على موقعنا عن طريق هذه النطاقات الكبيرة التي تتلقى الكثير من الزيارات. إذن تأكد من إضافة موقعك إلى Trustpilot، SiteJobber وShopper Approved إلى أكبر عدد ممكن من مواقع المراجعات، لأن موقعك سيظهر أكثر في محركة البحث. وستحصل كذلك على Backlink مجانية عالية الجودة من مواقع المراجعات هاته. وبعد هذا، إعداد فيديوهات تيك توك أو إنستغرام يومياً. فكلما نشرت فيديوهات أكثر على إنستغرام وتيك توك كان أفضل. في الحقيقة، ليست هناك حدود أو رقم محدد. مثلاً، سأقول مقطع فيديو أسبوعياً، وربما ثلاثة إذا استطعت. فالأمر يعتمد على جودة فيديوهاتك. وأنا أتفهم أنه يستغرق وقتاً طويلاً. حتى أنا قد أستغرق شهراً كاملاً في إعداد فيديو واحد. فالأمر يعتمد على نوع المحتوى الذي تنشئه. نحن ذا. أيضاً قم بإنشاء آلاف البينز في بنترست. ونحن نستعمله من أجل القوالب التي نبيع في موقعنا. عموماً يمكنك الذهاب إلى بنترست وإنشاء مئات أو حتى آلاف البينز حرفياً. وهي بمثابة باك لينكس مباشرة إلى موقعك. أعتقد أن موقعنا يتوفر على خمسمائة بينز. ونحصل على حوالي ألف دولار شهرياً فقط عن طريق بنترست. والآن هذا هو حسابي على بنترست. وكما ترى نحن نتلقى حوالي سبعة آلاف زيارة شهرياً. وتوجد هنا قوالب كثيرة. فنحن نقوم بالتسويق في بنترست ونرى النتائج. نقوم بمعاينة التحليلات بناءً على إضافة المنتجات إلى العربة. ونرى عدد الأشخاص الذين اشتروا. ونحن نربح حوالي ألف دولار شهرياً من بنترست. حتى بدون تسويق. فقط لأننا نبيع منتجات رقمية. وبيعها سهل جداً. عموماً الناس يبحثون عن القوالب وقد تعجبهم هاته. مثلاً بعض الفتيات على الإنترنت يبحث عن التوابل والأعشاب. وسيقولنا يا إلهي يعجبني هذا القالب. إذن هذا هو المنتج. ويمكن أن تقول الفتاة ما أروع هذا القالب. بمقدور إيس عمله في موقعي. أيضاً باستطاعتهم النقر هنا أو معاينة القالب. حتى يرأوا كيف سيكون شكل الموقع. وبمقدورهم الاشتراك مقابل 59 دولار في السنة. أو شراء خطة مدى الحياة. أو شراء قالب مستقل فقط. إذن نحن نستعمل بنترست لزيادة الإقبال على موقعنا. إنها طريقة رائعة لزيادة الإقبال. وهو استثمار طويل المدى. لأن هذه البينز ستبقى في بنترست إلى الأبد. كما أن بنترست تتلقى الكثير من الزيارات. جيد. والآن لدينا كانفا وهي تقوم بإنشاء هوية بصرية. لقد أصبحت تتوفر على الكثير من الأدوات لإنشاء البينز. وإذا كنت تستعملها تصفح قوالب الهوية البصرية. فهي رائعة جداً. لكنها ليست الأفضل. مع ذلك تبقى مفيدة جداً. بعد هذا قم بالتدوين مجاناً في مواقع تتلقى الكثير من الزيارات. أو ابحث عن المدوين على bloggeroutreach.io. فالغست بلوغين طريقة رائعة لزيادة الإقبال على موقعك. ودعني أعطيك مثالاً عن مواقع الغست بوستين. والآن هذا موقع يدعى bloggeroutreach.io. وهذا الموقع يحتوي على مواقع منفتحة على الغست بوستين. لدينا هنا تعال إلى bloggeroutreach واشتري الروابط لخمسة إلى سبعة تدوينات في الأسبوع. لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. حتى تكون ضمن العشرة الأفضل. وهذا صحيح نوعاً ما. فإذا كان نطاقك مرتبط بموقع نفوذ نطاقه مرتفع. سيتصدر موقعك نتائج البحث. وربما الغست بوستين هي أفضل طريقة لبناء نفوذ نطاقك. وزيادة الإقبال على موقعك. على أين سأكتب كوفي في خانة البحث. لأنني أملك موقعاً للقهوة لذلك سنبحث عن مواقع مهتمة بالقهوة لدينا هذا الموقع Page One Coffee Wine Tea Coffee إلى آخره عموماً بمقدورنا أن نتواصل مع هذه المواقع ونقول لهم مرحباً هل يمكنكم التحدث عن شركتنا؟ وسنتفع لكم وسنقوم بشراء من هذا الموقع والآن دعني أريك بعضاً من هذه الطلبات هذه بعض الطلبات التي قمنا بها في هذا الموقع مثلاً يوجد One One Amazing Coffee وباستطاعتنا معاينته هكذا على أين هذا هو المنشور الذي أنشأوا من أجلنا؟ سأتخلص من الإشعار وسنجد أنهم يتحدثون عن شركتنا كما ترى لقد كتبوا عن شركتنا وأضافوا Backlinks هنا عموماً هذا هو الباكلينك وهذه عبارة عن DoFollow Backlinks لذلك تأكد عندما تشتري منشورات من المواقع أنها تتضمن DoFollow Link لأن هذا سيزيد من نفوذ نطاقك إذن هذا موقع مفيد جداً لزيادة نفوذ نطاقك ولقد رأينا ازدياد نفوذ نطاقنا بمجرد أن بدأنا في استعمال هذا الموقع على أين دعنا نرى مثالاً آخر؟ ها هو ذا وهو yourcoffeebrick.co.uk أعتقد أنه موقع خاص بالفتيات أو ما شابه ربما المدونة فتاة عموماً إنهم يتحدثون عن القهوة الإندونيسية ولماذا هي رائع وإذا نزلنا إلى الأسفل سنجد أنهم أضافوا رابطنا كم هذا رائع؟ إذن يمكنك استعمال مواقع كبلوغر Outreach وكذلك Accessly.com وهذا الموقع يضم الكثير من المدونة الشهيرة كفوربس بالمناسبة هل سبق أن رأيت أحد هؤلاء المرشدين المزيفين يقولوا لقد كتبوا عني؟ أنا مشهور جداً هذا كلام فارغ إنهم يدفعون من أجل ذلك عموماً يمكنك توظيف فوربس لتكتب عنك مقابل حوالي ألف دولار وبمقدورك القيام بنفس الشيء مع TechCrunch ومع جميع هذه المواقع الكبرى إذن باستطاعتك التواصل مع هذه المواقع الكبرى وتوظيفها لتكتب عنك لكن السعر باهظ جداً ربما يجب أن تذهب إلى مواقع أصغر وأسهل كالمواقع الأخرى التي رأينا لكن بمقدورك استعمال Accessly.com كذلك إنشت إذن هذا هو القيس بوسين فهو أساساً التواصل مع مواقع أخرى قائلاً مرحباً هل يمكن أن تكتبوا عنها؟ وأحياناً يجب أن تكتب محتوى من أجلهم وهذا أمر شائع جداً عموماً الناس يكتبون كثيراً في مدونتي فأنا أدعوهم قائلاً مرحباً هل تريد أن تكتب في مدونتي مجاناً؟ وأنا أعطيهم باكلينك لموقعهم بعد هذا قم بإنشاء محتوى باستعمال TGPT في الحقيقة TGPT رائع جداً ولقد أعددنا هذا الفيديو الذي يشرح للناس كيفية تصدر نتائج بحث جوجل باستعمال TGPT فنحن نستعمل TGPT في هذا الفيديو ولدينا منشور يتصدر صفحة جوجل الأولى في الكلمة المفتاحية كيف تقوم ببناء باكلينك لصفحات منتجاتك ولقد تم إعداد المنشور بالكامل باستعمال TGPT عموماً لدينا فيديو يشرح كيفية القيام بذلك كاستعمال الأوامر، إضافة المحتوى، الرفع من الجودة، تصحيح الأخطاء النحوية إلى آخره إنه فيديو رائع، وأنصحك بمشاهدته فهذه طريقة مجانية رائعة لزيادة الإقبال على موقعك بعد هذا دعنا نكرج ما تحدثنا عنه في هذا القسم أولاً النمو قصير المدى وهو يتضمن الإعلانات المدفوعة وتسويق المؤثرين وجيد للمنتجات المتدولة أيضاً فيسبوكات إنها جيدة لبناء متابعين لكن يجب عرض فيديو في الإعلانات بالمناسبة لدي هنا فيديو يريك كيف تستعمل فيسبوكات ولقد حصلت على عملاء من الإعلان في هذا الفيديو وهو أمر مضحك جداً فقد توجب علي إخبارهم أن هذه دورة تعليمية وأجابوني لا بأس يا صح لقد شعروا بأنهم خذعوا إذن فيسبوكات طريقة رائعة لزيادة الإقبال على موقعك وإذا أردت تجربتها أنصحك بخمسة دولارات في اليوم لا تنفق أكثر منها تقدم ببطء حتى ترى ما إذا كان الأمر يعمل معك ثم تابع بعد ذلك أيضاً جوجل شوبين آد إنها جيدة لكنها قد تكون باهظة قليلاً يمكن أن تكلفك النقرة أحياناً من 30 إلى 50 سنتاً وهذا باهظ قليلاً أيضاً الترويج باستعمال البينز في بنترست جيد للهوية البصرية وربح القليل من المال ولقد حققنا نجاحاً كبيراً في بنترست ويمكن أن أريك بعض تحليلاتنا جيد والآن هذه هي تحليلات في حسابي على بنترست ولقد أطلقنا الكثير من الإعلانات وجنينا حوالي 2000 دولار من هذه الإعلانات وحصلنا على حوالي 15 ألف زائر 270 إضافة إلى العربة 221 عملية دافع والكثير من عمليات الشراء وهم يعرضون لنا البيانات هنا وموماً إذا قررت استعمال بنترست فهناك إضافة خاصة به ويمكنك ربطه مع موقعك فبنترست إحدى أفضل الطرق لأنه رخيص جداً ورائع للهوية البصرية سيرى الناس منتجاتك وموقعك وستحصل على الكثير من الانطباعات لكنني لن أكذب من الصعب أن تحصل على النقارات فالأمر صعب جداً لكن كما ترى لقد تمت إضافة منتجاتنا إلى العربة وشراؤها عن طريق بنترست إذن لا تعتقد أنها منصة ميتة فأنا أعرف أن الكثير من الناس على اليوتيوب لا يتحدثون كثيراً عن بنترست لكن تذكر أن هذا الموقع خاص بالنساء بشكل أكبر والنساء يشارين المنتجات فنحن نريد التسويق للنساء لأنهن يحذبنا شراء الأشياء إذن استعمل بنترست لأنها منصة رائعة وقم بترويجي للبينز حتى ترى ما إذا كان الأمر ينسبك أيضاً مجموعة الفيسبوك جيدة لبناء العملاء وسأعطيك رأي الصريح بخصوص مجموعة فيسبوك أشعر أن جودتها سيئة جداً فيما يخص زيادة الإقبال على الموقع طبعاً سينضم الناس إلى المجموعة لكن الكثير منهم لن يشاري أي شيء فهم موجودون فيها فقط لتضيع الوقت وتسلية لذلك أعتقد أن الأمر أصبح اليوم في انخفاض لقد شاهدت بودكاست لباتفلين وهو يقول نفس الشيء أن مجموعته على فيسبوك عادمة الفائدة وأنا أتفق نوعاً ما فجودة مجموعة الفيسبوك منخفضة جداً فيما يخص زيادة الإقبال على الموقع وإذا أنفقت وقتي في مكان آخر ستكون الجودة أعلى لكنني أعتقد أن من الجيد امتلاكها فهي طريقة لبناء العملاء جيد بعد هذا إعداد فيديوهات يومياً لتيك توك وإنستغرام وترويج لها وهذا عمل لوحده كما أشرنا سابقاً فإعداد فيديوهات لتيك توك وإنستغرام أمر رائع لكنني أريتك بأن هناك من هو قادر على إعداد فيديوهات من أجلك ويمكنك الترويج لها للحصول على مشتركين وبناء متابعين على أي إعلانات يوتيوب هي الأرخص والأكثر فعيلية وشخصياً أعتقد أن يوتيوب آدس هي أفضل طريقة لإخبار الناس عن منتجك لكنك تحتاج إلى فيديوهات عالية الجودة وإذا أردت رؤية تحليلات سنلقي نظرة سريعة جيد هذا هو حسابي على جوغل آدس وكما ترى نحن ننفق حوالي 170 دولاراً في اليوم وأعتقد أننا أنفقنا 250 ألف دولار على جوغل آدس منذ أن بدأنا التسويق وكما تلاحظ لقد أنفقنا الكثير من المال وحصلنا على الكثير من النقارات لقد حصلنا على حوالي 10 ملايين نقرة أو مشابه ولدينا الكثير من الانطباعة كذلك 3 ملايين و364 مليون انطباع إنها انطباعات كثيرة عموماً أنظر إلى متوسط التكلفة لتعرف لماذا أنصح أكثر بيوتيوب آدس فمتوسط التكلفة هنا سنتان ستة سنتات سبعة عشر ثمانية أحد عشر عشرة إلى أخيره لكن لأكون صادقاً إذا كنت تحقق أرباحاً من واحد بالمئة من المتابعين فأنت ما تزال تربح المال لأن عشرة سنتات للنقرة رخيصة جداً وتذكر أن هذه الإعلانات تسهدف الناس المهتمين أساساً بمنتجك بينما إذا ذهبت مثلاً إلى جوجل آدس حتى تظهر في نتائج البحث ربما ستنفق دولاراً للنقرة فإطلاق بعض الإعلانات باهظ جداً شخصياً أعتقد أن يوتيوب آدس هي الأفضل لأن هناك فرصة للحصول على مشاركين كذلك فنحن نحصل هنا على مشاركين أيضاً كما ترى 827 في هذه الحملة 179 إلى آخره وفي المجمل حصلنا على 30 ألفاً منذ بدأنا الإعلانات طبعاً هذا رقم منخفض وليس أفضل شيء ممكن لكن الأمر يختلف من شخص لآخر ونحن في مجال الضورة التعليمية بينما لو كنا في مجال ربح المال أو أي شيء أكثر تحفيزاً ربما نحصل على المزيد من المشاركين لكننا ربحنا الكثير من المال أيضاً لدينا عدد الأشخاص الذين يقومون بحفظ الفيديو في حسابتهم على يوتيوب وهو أمر رائع ولدينا هنا أكثر من 22 ألف إذن هذه المنصة رائعة ولقد أنفقنا الكثير من المال على يوتيوب آدسنس أنا أحبها لأن مردود الاستثمار فيها جيد أيضاً لافتة الإعلانات يمكن أن تكون جيدة للهوية البصرية لكن عائدتها منخفضة وهناك موقع يدعى بايسل آدس ويتيح لك شراء مكان للافتة الإعلانات عموماً هذا الأمر جيد للهوية البصرية وتذكر أننا نسعمل مواقع كبايسل آدس وهو يتيح لك عرض لافتة الإعلانات في المواقع والمواقع كبايسل آدس هي الوسيط أي أنك تعرض إعلانات في مواقع مهتمة بمنتجاتك وبمقدورك أن ترى التحليلات لاحقاً فهم يعطونك جميع التحليلات كالانطباعات والنقارات وما شبه عموماً الأمر يستحق تجربة وإذا أردت تجربته فأعتقد أن هذا جيد لأنك يجب أن تحاول الحصول على الكثير من الانطباعات والنقارات بأرخص سعر ممكن على أي لديهم خطط شهرية وسيعرضون لافتتك في موقعين مقابل حوالي 50 دولار شهرياً ويمكن أن تحصل على مئات النقارات أيضاً هذا أفضل من البداء لك جوجل آدس وفيسبوك آدس لأنك قادر على الحصول على الكثير من النقارات والانطباعات بسعر منخفض إذن هذا موقع جيد إذا أردت تجربته وهذا تويتر آدس وهو ليس سيئاً حالياً لقد استعملنا تويتر آدس وحصلنا على المال من بعض الأشخاص عن طريقه والسبب الرائع الذي يدفعك لاستعمالها هو أنها رخيصة وهي جيدة فقط للهوية البصرية وليس لربح المال لكن إذا أردت إخبار الناس عن شركتك فتويتر آدس جيدة للغاية ونحن نستعملها وحصلنا على المال من الناس لكنه كان قليلاً جداً ومجدداً أعتقد أنها جيدة للهوية البصرية جيد والآن دعنا نتحدث عن طرق البحث عن الأشخاص للترويج لمنتجاتك فهناك عدة مواقع ككولابستر وموقع نيودا سوشلكات وتوجد مواقع كثيرة كهاته عموماً هذا هو موقع كولابستر دوتقام وهو يتيح لك العثور على مؤثير صغار وكبار لمساعدتك على الترويج لمنتجاتك على أن ينسى أحدد تيك توك ثم أحدد فئة الأطعمة والمشروبات ودعنا نرى ما هو متاح جيد يوجد هنا بعض المؤثيرين والسعر يختلف بناء على عدد متابعي المؤثر لكن هناك أسعار جيدة مثلاً لدينا هنا 150 دولاراً 100 دولار إلى آخره عموماً سألقر على هذه الفتاة السعر 50 دولاراً وأعتقد أنها في كولورادو وبالنسبة إلى الخطط تأكد من أنك تحصل على منشورات أو فيديوهات كما ترى إنها توفر فيديو على إنستغرام وكذلك 6 إنستغرام سوريز وشخصياً لن أختار أي شيء يختفي لذلك فالسوريز مضيعة للوقت يجب أن تحصل على باك لينك دائماً لموقعك ومنتجاتك وبالتالي فيديوهات إنستغرام رائعة لأنها يمكن أن تنتشر بشكل فيروسي وهو ما يحدث أحياناً أنا متأكد من أنك سترى فيديوهات لديها مليون مشاهدة عندما تفتح إنستغرام وقد يكون الفيديو خاصاً بك أو بأي شخص ونفس الشيء بالنسبة إلى تيك توك يمكن الاختيار بين فيديو واحد على تيك توك أو أربعة فيديوهات أعتقد أن هناك بعض المعلومات يجب أن يرسل الزبون ثلاثة منتجات على الأقل لعرضها إذن بمقدورك التواصل مع هؤلاء المؤثيرين وقم بمعاينة متابعيهم حتى ترى ما إذا كان الأمر يناسبك عموماً سأجرب مرة أو اثنتين ثم أرى النتائج وإذا بعت منتجاً واحداً يمكن أن يكون الأمر مستحقاً للمحاولة إذن توظيف مؤثيرين قد يكون مفيداً جداً وطبعاً سأذهب إلى مواقع ككولابستر وصوشلكا دوت كوم عموماً هذا الموقع يساعدك على إنشاء شراكة مع مؤثيرين بينما الأول أكثر من مجرد سوق فهؤلاء الأشخاص يشاركون في الموقع وكل شيء هنا رائع جداً جيد والآن إليك مواقع يمكن أن تعطي فيها منتجاتك مجاناً ثم تطلب مراجعات وهذا أمر جيد فبمقدورك إعطاء منتجاتك مجاناً للمستخدمين ويمكنهم معاينتها أو إعطاءك مراجعات في موقعك أو إعطاءك مراجعات على إي باي أو إتسي إنها مجرد طريقة لبناء مراجعات حقيقية لأن الدفع مقابل المراجعات مخالف لشروط الخدمة لكن يمكنك إعطاء المنتج إلى أحدهم حتى يقوم بمعاينته ثم يعطيك مراجعة بناء على تجربته أموماً هذه المواقع تساعدك على ذلك أيضاً تساعدك على إخبار الناس عن شركتك ويعطونك باك لينكس كذلك إذن توجه إلى هذه المواقع وقم بتجربتها وعرض منتجاتك حتى ترى ما يقوله الناس عنها فهذه طريقة جيدة لترويج لشركتك والحصول على باك لينكس لموقعك جيد ولتكرار فقط نحتاج إلى تحدث عن المؤثير صغار وكولابسر وسوشالكات دوت كوم موقعان رائعان لكن توجد مواقع أخرى هناك موقع يدعى غرين لكنه باهظ جداً وهو فقط لشركات التي تعمل مع المؤثيرين الكبار الذين لديهم الكثير من المتابعين لكنني أشعر أن هذين الموقعين جيدان للبدء وتأكد من الحصول على منشورات، فيديوهات وليس على ستوريز لأن هذه الأخيرة يتم حذفها وتختفي وبعد أن تختفي لن يوجد أي باك لينك لموقعك بينما هناك باك لينك دائم لموقعك في المنشورات والفيديوهات فإذا تصفح المستخدمون الحساب بعد سنة من الآن سيكون الفيديو والمنشور ما يزالاً متاحين وهو أمر رائع والآن يجب أن تركز على زيادة الإقبال على المدى الطويل قبل أن تمر إلى الطرق المدفوعة يعني تأكد من استنفاذ جميع الطرق المجانية لزيادة الإقبال على موقعك قبل الانتقال إلى الخيارات المدفوعة أيضاً جوجل ميرشن طريقة سهلة لتحقيق المبيعات أنا أنصح بشدة باستنفاذ جميع الطرق المجانية الممكنة طبعاً الطرق المدفوعة جيدة لزيادة الإقبال على موقعك لكن تأكد من استنفاذ جميع الخيارات المجانية وهي مرهقة كما سترى ستنفق وقتاً طويلاً في ملء الكثير من البيانات تفقد بريدك الإلكتروني تأكيد عدة أشياء النقر على الروابط إنشاء المحتوى إلى آخره وهذا عمل شاق لكن امنح نفسك أسبوعين أو ثلاثة لإعداد جميع البيانات والمحتوى وبمجرد القيم بذلك ستستفيد منه بشكل دائم ونصيحة الأخيرة هي قم بإنشاء مخاطط وكن مثابراً ولقد أشرت سابقاً إلى موقع ديفيور ويمكنك استعماله أو استعمال سلدر تريند وهذا الأخير يتوفر على مخاطط يريك لما تفعله يوم الاثنين الثلاثة إلى آخره وابذل جهدك لإنشاء برنامج فمن المحبط أن تقوم بنشر أشياء على الشبكات الاجتماعية وتحصل على صفر في النقارات والإعجابات لقد جربت هذا الأمر وأفهمه جيداً لكنها رحلة طويلة الأمد وكلما كنت مثابراً وتحاول ملء البيانات في منصات المواقع هاته تقوم بإنشاء المحتوى وتنشر على المنصات الاجتماعية سيرى الناس محتواك على المدى الطويل وستصبح سمعة شركتك جيداً وهكذا يمكنك بناء إمبراطورية لمتجرك مرحباً أصدقائي شكراً على مشاهدة دورة دروبشيبين هاته وإذا كانت لديك أي أسئلة اطرحها في تعليقات أموماً دروبشيبين رحلة وعندما تبدأ موقعك لن تحقق المبيعات فوراً لذلك لا تشعر بالإحباط بل يجب أن تقوم في أول شهر أو شهرين بإعداد متجرك وإرساء جذوره ولا تتوقع تحقيق مبيعات كبيرة في البداية فهذه عملية نمو بطيء لكن كلما كنت مثابراً ستبدأ في تحقيق المبيعات اسمي دار الولسن وأمل أن تستمتع بهذا الفيديو أراك في الفيديو القادم اعطني بنفسك